هذا زمالك يهدر كل الفرص ويخرج بتعادل سلبي أمام دريمز الضعيف ترجمة نانسي قنقر تناوب لعبه الزمالك اليوم على إهدار الفرص السهلة أمام فريق دريمز الغاني في زهاب نصف نهائي الكنفيدرالية في استاد القاهرة حاول الزمالك كثيرا لكن غياب التركيز وضع الفريق في وضع خطير في مباراة العودة الإجابة الوحيد في الأمر أن دريمز فريق يمكن الفوز عليه حتى على ملعبه نتيجة مفاجأة صحيح لكن الزمالك يقدر يخطف بطاقة التقاهل للنهائي إن شاء الله موسيقى يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 النهاردة في زهاب نصف نهائي الكنفيدرالية الأفريقية الزمالك ودريمز الغاني على استاد القاهرة الدولي الزمالك يخرج بتعادل سلبي من المباراة تعادل مفاجئ جدا أمام فريق الظهر بشكل ضعيف وبشكل ضعيف دي مش معناها عشان عايفة أنا أقول الفريق ضعيف يقولك أصله أنت بتقول إن الكنفيدرالية ضعيفة أصله الفرق اللي بلعبها الزمالك فرق ضعيفة أصله الزمالك قصر كده عشان الفرق ضعيفة مفيش الكلام ده فريق دريمز الغاني فريق ضعيف سيء من الآخر يعني بقى الفرق فيه فرق قوي الطرف الثاني من نصف النهائي نهضة بركان أو اتحاد العاصمة الجزائري دول فرق كبيرة وقوية لو واجه فيهم الزمالك حد في نصف النهائي ساعتها كانت الأمور ممكن تبقى أصعب النهاردة الفريق لا ضعيف هزيل يعني سيء يعني الزمالك المفروض يكسب النهاردة 4-5 وبصراحة شديدة يعني الزمالك وصل كتير آه متأثر بغياب كثير من اللاعبين اللي مش موجودين في القايمة الأفريقية بالإضافة لزيزو بالإضافة الفتوح لعيبة مهمة كلها بس الزمالك وصل كمان كتير واضع فرص سهلة جدا جدا قدام المرمى في منها كان عدم تركيز وفي منها كان سوء حظ يعني فيه كورة في نهاية المبرى الواحد مش مصدق نفسه عمالة رايح حاجية مش هتخش يعني مش هتخش وحارس بتاعهم ضعيف ودفع سيء وكل حاجة في دريمز الغاني داي تقول زي ما تقول قول أكيد وصل نصف النهاية بالصدفة فريق يعني سهل يتغلب أقل فريق في الدور المصري أقوى من فريق دريمز الغاني هنتعامل مع الأمر إنه كان فيه سوق توفيق النهاردة من لعب الزمالك الأمور إن شاء الله تكون سهلة في غانا وإن كان كان من المفروض إن الزمالك ينهي أموره بدري بدري من هنا مش عايزين نروح هناك نقول أصل الأجواء أصل الملعب أصل التحكيم أصل الظروف كان كل حاجة ممكن تخلص من هنا بدري بدري بس هيتأجلت لمباراة العودة نصبر شوية سهل الزمالك يكسب هناك سهل الزمالك يخرج ببطاقة النهائي من هناك سهلة جدا إن شاء الله يعني أنا مش مع فكرة إنه الزمالك النهاردة كان وحش لا أنا مش شايف إنه كان سيء بصراحة يعني آه كان ممكن بفيه أفضل بس الزمالك كان جيدا النهاردة بس أضع فرص كتير قاوش وإحساسي مجرد إحساسي إنه عدم تركيز اللاعبين النهاردة سببه مباراة الأهلي كسبان في نشوة فرح رجع للمنافسة على الدورة تاني لها التفاصيلها ما تخلص اللعيبة بسرعة من فرحة الفوز على الأهلي ده تصور وتوقع مالهوش علاقة بإنه عندي معلومة يعني ما حدش جاي يكلمني وقال لي كريم إحنا مكوناش مركزة عشان موتش الأهلي لا بس اللعيبة مش مركزة بنسبة 100% آه ممكن يبقوا مركزين شوية بس مش بنسبة 100% بقولك المباراة النهاردة لو بتفرج عليها المفروض تقلص 4-5-6 بس حاجة صعبة أولي فريق وحش أولي فريق ضعيف خلص خلص النهاردة بفرج علي المباراة الجنن يا سيدي خلص بيح نفسك في مباراة العودة وهل حصل بعد المباراة جوزيجو ميز المدير الفني لنادي الزمالي كان له تصريحات قال إن كان فيه سببين ما خلوناش نكسب النهاردة أول سبب إن الفريق في الشوت الأول ما نفسط طريقة اللعب المطلوبة بالشكل الأمسل والسبب التاني إن الفريق ما استغلش الفرص اللي حصل عليها في الشوت التاني وقال إن إحنا حاليا بين الشوتين وأمامنا تسعين دقيقة في لقاء العودة لازم نعمل أقصى جهد ممكن عشان نحقق الفوز هناك في غانا وأنا كنت بتمنى إن الفريق يكون مكتمل بتواجد مصطفى زيزو أحمد مصطفى زيزو عمر جابر وإحمد فتوح لكن إحنا كنا قدرنا نكسب الأهلي من غير زيزو في المباراة الماضية لما تصعب يعني وقال الفريق حقق الفوز في القمة لما اللعبة قدت أقصى مجهود ممكن كلم على مباراة العودة وقال مباراة العودة هتكون مختلفة من الناحية التكتكية على شأن المنافس هيخد المباراة بشكل هجومي أكبر هو كان في مباراة اليوم كان بيلعب بشكل دفاعي وقال إحنا دلوقت مضطرين نسجل في مباراة الإياب عشان نحسم التأهل في غانا وقال هنحاول نتعود على الأجواء في غانا وأرضية الملعب اللي هتكون مختلفة عن الأرضية اللي بنلعب فيها في مصر وقال إن الزمالك النهاردة ملعبش بتلات مهاجمين منذ بداية الشوت التاني ولعبنا بطريقة مختلفة وأحضرنا العديد من الفرص السهلة خاصة في الشوت التاني كلم على اللعبين المصابين وقال إن طبيب الفريق هو اللي يحدد إمكانية مشاركتهم في التدريبات اللي جاية من عدمها وقال بتمنى إن إحنا نستعيد جميع اللعبين المصابين تكلم على مشكلة كبيرة بتواجه الزمالك وقال إنه في مباراة العودة نجيلة ملعب اللقاء هي اللي ممكن تدايقنا شوية ملعب فريق دريمز الغاني ده بالنسبة لجوزي جوميز عبد الكريم زيتو المدير الفني لفريق دريمز الغاني قال أنا سعيد جدا بالتعادل مع نادي الزمالك وكنت بسعى لتحقيق هدفين من المباراة إما التعادل أو الفوز منطقي جدا وقال إن أنا نجحت في تحقيق أحدهما قال مباراة العودة هتكون أكثر صعوبة علشان الفريقين هيلعبوا بطريقة مفتوحة ولازم نركز أكتر كمان في المباراة اللي جاي قال إن غياب زيزو عن المباراة مش مسؤوليتنا وخطتنا كانت واضحة سواء لعب زيزو مع الزمالك أم لا وقال إن اللعب وقال إنه يلعب قدامنا في مباراة غانا مباراة العودة وده مش هيمثله مشكلة قال إن مفيش مدرب في العالم بيوجه دعابيه لإهضار الوقت لما تساعل على فكرة إهضار الوقت وقال إنه ما طلبتش من اللعبة إنه هم يهدروا الوقت أثناء المباراة هم ممكن يكونوا عاملوا كده بسبب الإجهاد اللي تعرضوا ليه خلال اللقاء بالمناسبة فيه نقطة حابب أتكلم عنها الأطفال الجميع الكراط اللي في الملعب أطفال في كل أحوال أطفال أشبال يعني نهارده الحاكم راح أتكلم معاهم في أكتر من لقطة وكانوا بيهزوا الشبكة كتير عشان يعني يعني نفسهم إزا ما لك يسجل عايزين فرقتهم تسجل وده طبعا حاجة مش قانونية فالحاكم راح أتكلم معه في مباراة الأهلي كانوا بيتأخروا شوية في القور أو عودة القور ليه أرض الملعب عيدي دي الصورة اللي كان أحد الأطفال في الخلف بيهز الشبكة اللي هم جامع الكراط وبعد كده الحاكم راح أتكلم مع الأطفال وقال لهم يعني ده ممنوع أنا بس واقف عند إنه لو بيعملوا كده من نفسهم فضروري النصيحة ليهم إن ده مش صح ده مش صح النصيحة إنه بلاش تعملوا كده أنت كده بتضرب فرقتكم بشكل فرقتكم بإسم فرقتكم وده مش صح حتى لو أنتم متحمسين وبتحبوا فرقتكم يعني لو ضيع وقت بأنك ما ترجعش الكرة للملعب أو أنك تهز الشبكة بالشكل ده ده لو هم بيعملوا الكلام ده من نفسهم طيب لو حد أقلهم يعملوا كده فده برضو سلوك مش جيد منه عشان هو كده بيعلم أشبال وأطفال حاجات مش المفروض يتعلموها أو يعملوها بالشكل ده ببساطة يعني بهدوء مش محتاجة هي أزمة وإن كان الموقف مش حلو بس هي مش محتاجة موضوع أو مش محتاجة حديث أكبر من كده دي جزئة جزئة أخرى جزئة جميز بعد المباراة بحسب يعني كواليس اللي جات لنا لرقم عشرة عمل جلسة داخل غرفة ملابس اللاعبين وقال لهم نصا انسوا ما حدث في مباراة اليوم والتأهل لسه بين أقدامنا وقال إن احنا سبق وفزنا خارج الأرض أمام فريق أبو سليم الليبي وحنقرر الأمر ده قدام دريمز وشكبالة كان أكثر لعب في الزمالك منفعل بعد المباراة الجلسة اللي كان واقف فيها جوميز شكبالة كان واقف بعيد وكان جنبه عبدالوحد السيد بيحاول يعني يهدي وقال إن كان فيه اعتاب حسب المصدر بتاعنا في الفريق قال إن كان فيه اعتاب بين سيف الجزيري وابراهيمة نضاي الجزيري كان بيلوم نضاي على فقدانه للكرة أكتر من مرة وفي اللحظة دي تدخل أحمد مجدي المدرب المساعد وفض النقاش بين السنائف كلهم كانوا خارجين النهاردة لعب الزمالك متعصبين الفوس كان سهل وفي يديهم يعني في يديهم طيب مجلس إدارة نادي الزمالك بما إن الأمور اتصعبت أكتر يعني فمجلس إدارة نادي الزمالك رصد مئة ألف جنيه لكل لاعب حال الصعود إلى نهائي الكونفيدرالية والتخطي عقبة الفريق الغيني فريق دريمز في مباراة الإياب الإدارة بلغت كابتن عبدالواحد السيد بالمكافأة وإن شاء الله بإذن الله بالمكافأة وبغيرها لعب نادي الزمالك قادرين إن هم يرجعوا في مباراة العود ده الخبر خبر آخر بعيد بقى عن الزمالك خالص وبعيد عن النهار ده مباراة زهاب نصف النهائي وبعيد عن زهاب نصف النهائي ده والأبطالين برح بتاع الأهل بعيد عن الحاجات الحلوة دي ومنافسات الأهل والزمالك في البطاطل الأفريقية في عبس في عبس وإهمال واستهطار وعدم مسئولية بكل من يدير منظومة الكرة في مصر بص بقى أنا إيه؟ هقولك اللي في نفسي اللي حصل النهار ده في مباراة الأهل وإنبي في دوري 2003 المباراة الحاسمة للفوز باللقب حاجة مهينة مهينة على الآل مهينة لمنظومة كرة القدم في مصر كفاية عبس أنا والله بختار أرفاظي أنا لو عليها هقول كلام تاني كتير قوي النهار ده بنتفرج على المباراة بجيبش عليكم يعني مش كلاما متابعين جيدين متابعين قوي اللي بيحصل في دوريات الشباب مش متابعين قوي التفاصيل يعني مهم وإحنا منتفرج على المباراة الأهل كسب أمبي كام أربعة ثلاث فتصورنا إن الأهل خلاص كده خدت دوري صح كده؟ فجأة لقينا الأهل لعبة أمبي بتجري تحتفل بالدوري ومش الأهل اللي كسب يا جماعة لعبة أمبي بتحتفل ليه؟ يمكن أمبي هو اللي كسب إحنا غلطانين مش حاسبينها صح أمبي كسب الدوري طب مبروك لأمبي فجأة تلاقي لعبة الأهلي بتحتفل جمع كمان إيه العبس ده؟ هو مين صح ومين غلط؟ وفين اتحاد الكرة في الحكاية ديت؟ أنا على فكرة أنا النهار ده لا أهلوم أمبي ولا أهلوم الأهلي فين اتحاد الكرة في القصة دي؟ طيب الحكاية يعني حراكم تبقوا عارفين برضو اللي ما تبعش الأمر إنه في الهتين النهار ده تساوف النقاط والأهلي فاز بالمواجهات المباشرة بالدوري ده بحسب على فكرة اختبعتوا اتحاد الكرة بعد المباراة إن الأهلي كسب الدوري طيب إمبي بيقول إنه له حق إنه لما لاعب مباراة أمام المصر للبورسعيدي وغسرها كان المصر أشرك لاعب فوق السن وبالتالي المفروض النتيجة تحسب ليه ولو حسبت لإمبي فإمبي يصبح بهذه الطريقة وعدد النقاط هو بطل الدوري وليس الأهلي طيب طيب تسأل هو ليه اتحاد الكرة ما حسمش الأمر أصلا من قبل ما المباراة تبدأ قالك كنت بكلم حد في اتحاد الكرة قبل ما ما دخل على الهوى قالك لا أصل الوقت كان قليل لحسم الأمر واصلا فيه إجراءات وتواريخ ميلاد وتفاصيل وجهات أخرى وكسة كبيرة جدا فأنا كان رضي على المسؤول ده لا ما تلعبش المباراة دي الوقت أجلها أخد قرار وإن كنت يعملش مستدلها برضو إن الإجراءات بتاخد وقت كبير بس فرضا أجل المباراة بس هو أمبي دلوقتي قدامي عنده حق الأهلي عنده حق ما قاله الأهلي هيقول لك أنا مال أنا ما نريش دماني ممكن ما يطلعش ما يتلغيش نديجة مباراة أمبي والمصري ببساطة يعني أهو ده بالمناسبة الخطاب اللي بعد اتحاد الكرة النهاردة بعد المباراة قالك إنه طبقا للاحة المسابقات يعتبر النادي الأهلي هو الفائز بمصابقة الدوري موليد 2003 ولكن نظرا نتقدم نادي إنبي باحتجاج يوم 16-4 وهو احتجاج يتعلق بتزوير في أوراق رسمية ما يطلب البحث فيه في عدة جهات مختلفة غير خاضعة للتحاد الكرة وبالتالي الدوري للنادي الأهلي طيب إحنا بقى منا وده برضو الخطاب اللي كان بعته إنبي لاتحاد الكرة بيعكي فيه حكاية مباراة المصري وتزوير أو يعني لعب فوق السن يعني فيه تزوير موارد 97 لعب المباراة دي اللي هو مفروض بطولة 2003 فيها تفاصيل كثيرة بس أنا شايف من الخطاب ده كده إنه إنبي يعني مسادت فرق حاضط بالتواريخ بكل حاجة بكل التفاصيل الممكنة وبالتالي إنبي شايف إنه تبقى اللي ده أنا بطل الدوري الأهلي أنا ما يليش فيه أنا ما عرفش الخطوات دي أنا بالنقاط أنا بطل الدوري إحنا منا نشوف العبس ده وتاني أنا لا ألوم إنبي ولا ألوم الأهلي أنا ألوم اتحاد الكرة إزاي سايب الوضع يمشي بالطريقة دي يعني عموما معنا عبر الهاتف الآن كابتن عمد جابر رئيس قطاع الناشئين في نادي أمبي يا فندم مشرف ومنور سعيد جداً بتقوير حراك معاي سعيد بوجودي معاك على القناة أهلاً بحضرتك يا فندم إيه الوضع بالنسبة لنادي أمبي دلوقتي ما جدبش عليك كلنا تفاجأنا النهاردة بالحالة أمبي يحتفل الأهلي يحتفل لو تسمح تشرح الوضع خاصة الاتحاد الكرة رد إنه الخطاب اللي انتو بعدتوها أو الشاكل اللي انتو بعدتوها كانت منذ أيام قليلة يعني طب هو أنا بس فيه معلومة صغيرة صحاحة حاليتك حاليتك قلتها في الأول فضل يا فندم إن الأهلي كسب إن بالكسب عفوا أه أربعة تلاتة طبعاً أنا أقول إن الأهلي كسب الدول الحاجة التانية الحاجة التانية إن إحنا قدمنا شكوى في العيب في النادي المصري وبرضو قبل مصر الكلام النادي المصري برضو مش طرف في الموضوع إدارة النادي المصري مش طرف إدارة النادي الأهلي مش طرف إدارة أمبي إدارة الأندية كلها مش طرف إن العيب بيروح يجيب ورق مزور لأن إحنا لا نملك إن إحنا نتحرط دقة في الأوراق من خلال جهات ما ينفعش إحنا نخشها فإذا النادي أخذها للأوراق اللي الولد بيقدمها أولية أمره كويس فإحنا لعيب المصري اللي يبدأ لنا مباراة المباراة انتهت بفوز المصري 2-0 وإحنا جات لنا المعلومات إن الولد موليد 97 وتم تسنينه في 2016 إنه موليد 2003 تمام والأوراق بتاعتنا كلها سليمة وإحنا بعتنا الشكوى للاتحاد يوم 16-4 المفروض إن الاتحاد يرد علينا أو إن الأمر مهم وعيبقى فيه لغة أو زي ما حضرتك بتعبيرك قلت هيبقى فيه عبس بهذا الشكل اللي حصل في الملعب المعرضة وبالتالي كان المفروض إن يتخسم الموضوع بأسرع من كده أو يتخذ باهتمام أكبر من كده لكن لم يحصل من الموضوع وبالتالي إحنا لعبنا المباراة ولدنا عارفين إحنا عايزين إيه من المباراة فإحنا مطالبين إن إحنا نكسب 1-0 بغض النظر عن المواجهات أو كلام ده كله فإحنا بفوزنا النهاردة نكون إحنا والأهلي متساويين في عدد النقاط ولينا 3 نقاط إن شاء الله يكونوا من نصبنا من مباراة المصر وبالتالي هنكون إحنا الحق بالبطول نادي الأهلي مش طرف ولا أقدارة نادي أهلي طرف ولا قطع المشيون في نادي أهلي طرف ولا حد طرف غير إن إحنا بنضور على حقنا وأعتقد معلومة عند حضرتك إن السنة اللي قبل الفاتت موليد 2001 حسمت البطولة زي النهاردة كده بالضبط لنادي الجيش وبعد 3 أيام أعلن اتحاد الكورة إن البطولة من حق النادي الأهلي لأن اعترض على لعيب وكان الموضوع من نصيب النادي الأهلي وبعد 3 أيام أعلن إن النادي الأهلي هو صاحب البطولة تاعة 2001 وأبعد الجيش من إحراز البطولة إذن الموضوع هو صاحب تتحسم الأمور لكن أنا لعبتي لعيبنا المباراة كانوا رجالة تكسبنا نادي الأهلي 4-3 والمباراة الناس كلها شافتها أشادوا بولادنا وأشادوا بأداء طب كابتل عمادة أنا سؤالي لحضرتك هل طلبتم من اتحاد الكورة تأجيل المباراة لحين حسم هذه القضية لا إطلاقا ما طلبتوش ده لا لا إحنا ما طلبماش طبعا لأنه ده مش حقينا إن إحنا نطلب تأجيل المباراة إذا اتحاد الكورة أخترنا إن يتم تأجيل المباراة لحين البت في الشكوى المقدمة إحنا كنا هنقول أمين إحنا بنقولش لأ على يا حك إحنا بالنزمة لنا الموضوع مش فيه دينا القرار عند اتحاد الكورة مش عندنا فبالتالي إحنا لم نتلقى أي أخطار بإن إحنا إن الموضوع يتأجل أو إحنا طلبنا إن الموضوع لأن الموضوع أوراق والأوراق موجودة وإحنا جمعين كل الأوراق وحطينها قدام اتحاد الكورة للبد في الموضوع ومنتظرين القرار إن شاء الله طيب لو اتحاد الكورة كان قراره إنه اللعب المصري ده شارك بشكل شرعي في المباراة وإنه الأوراق اللي قدمتها كانت خاطئة وإنه إنبي خسران الدوري كده الموقف إيه ما أعتقدش إن إحنا بنخش في موضوع إلا ما نكون متأكدين منه تماما وإحنا الحمد لله ما بنرميش حد جزافا وزي ما بتقال كده إن جاءكم فاصلكم بنبأ فتبينوا إحنا تبيننا الأمر تماما وجمعنا أوراقنا تماما وحضرتك لو أخذ بالك من الصورة على الشاشة لعبة الأهل نفسها عارفة إنها خسرت المباراة وخسرت الدوري الشاشة اللي قدام حضرتك بعد مباشرة ما الحكم أنهى المباراة لأن لعبة النادي الأهلي كانوا عارفين بس احتفلوا بعد كده لما رجوا على الدكة رجوا وراحوا احتفلوا عند الجمهور لكن هم متأكدين هم متأكدين إن المباراة إذا انتهت كده فهم عارفين كويس مصير التلاتة بنت ونادي المصر للنادي طيب يا فتا انتوا كنتوا بتحتفلوا ومحضرين للاحتفال وكان فيه كاس كان معاكو كاس الكاس ده إيه لا ده أحد الجمهير كان جايب كاس يعني حد من الجمهير أو من أولاء الأمور كان جايب كاس لكن طبيعيا ان اتحاد الكرة السنة دي ما قالش إن هيبقى فيه تكريم للفرق البطل في الملعب هيبقى فيه تقريبا احتفالية هيعملوها معرفش كان السنة اللي فاتت على فكرة الاحتفاليات كانت بتبقى في الملعب الفريق اللي بيحسم البطولة كان بتطلع لجنة من اتحاد الكرة تسلمه مفهوم كاس البطولة أو درع البطولة في الملعب لكن ده تصرف أحد أولئا الأمور اللي كان فرحان بالمكسب وفرحان بالنتيجة وحتى أولئا الأمور الموضوع عنده موضوع معروف في القطاعات الناشئين كلها طيب كابتن عماد جابر رئيس قطاع الناشئين في نادي أينبي بشكرك على هذا التوضيح بعد المباراة الأهلي اليوم واللقب زي ما قلت لكم دلوقتي اللقب للنادي الأهلي أينبي متأكد انه هيتحسب له التلات نقاط بتاع المصري وبعدها هيبقى اللقب لنادي أينبي ومرة أخرى ومرة تانية ومرة تالتة وعشرة ومليون أنا شايف اللي حصل النهاردة اللي مش اللي شوفناه النهاردة قدام التلفزيون ده لا مسؤول عنه أينبي ولا مسؤول عنه أهلي ولا مسؤول عنه أي حد غير اتحاد الكورة احسم أمورك قبل المباراة نهائية وحاسمة زي دي اللي نشوف النهاردة في الائتين بيحتفلوا وكل واحد شايف انه الحق معاه مش منطقي خالص يعني طيب معنا عبر الهاتف الآن المهندس أيمن الشريعي رئيس نادي أينبي يا فندم مشرف ومنور كريم إزاي أخبارك إزاي حضرتك أخبارك إيه؟ طبعا الحمد بالله الموقف كله على بعضه كده أنا وصفته من شوية بالعبسي ورميت بالمسؤولية على اتحاد الكورة شفنا النهاردة في الائتين في الملعب بيحتفلوا به الدوري موقف أينبي إيه في هذا الأمر؟ أنا هاخد من كلامك علشان كلام محترم وجميل لا الأهلي طرف ولا أينبي طرف المشكلة مش مشكلة بطولة 2003 لازم نعنوين المشكلة المشكلة مشكلة رئيس لجنة المسابقات الحج عام الحسين هو المسؤول الأول عن هذا المشهد لماذا فندم؟ ليه أنا بقول كده؟ إن أنا بعثت شكوى من أربعة أيام وشرحت من تبانية واربعين ساعة إن الموقف هيحصل كده بالضبط وقلت لهم هنبقى شكلنا يعني عارفين طبعا واستشهدت بالمحترم اللي عايز يعمل حاجة برضه في الكرة المصرية لأننا مفيش تواصلات على طول مع لجنة المسابقات يعني من نفس تواصلهم بيبقى صعب جدا أحمد ديك والراجل تفضل مشكورا رغم أنه هو مليش دعوة الموضوع إنما ليه دعوة إنه عايز يعلي كواليتي الكرة المصرية ودي من ضمن مسؤولياته هو شايفها كده بص على الموضوع وقال لي فعلا الشكوى اللي انت بعيتها هي كتت مركونة قلت له مركونة أنا بعت شكوى من طولة دوري تحت الدوري المفتاح على طول فينة 2003 دي اللي هي البيتين مع الدني الشكوى كاتم تباش مهندس لو سمعت؟ الشكوى كاته يوم الأربع يوم الأربع يوم الأربع والشكوى بعتها يوم الأربع بعد ما خدت كل مستنداتي علشان أريح نجمة المسابقات لما تاخد الورق وتوديه للشؤون القانونية تبقى كل حكتي مستوفية فالميزة في الموضوع اللي أنا قلت عليها إن اللاعب في حالة تزوير اللاعب عامل لنفسه دوريهن مرة سبعة وتسعين ومرة ألفين وثلاثة بس في الميزة الميزة إن دايماً في حالات التزوير ممكن يبينعب بإسم أخوه بس أخوه مش لعيد كورة الميزة في الحالة دي اللي كانت هتسهل على اتحاد الكورة والموضوسة إن الولد بسبعة وتسعين لعب في بانسويق وفي ألفين وثلاثة لعب في بوسعيد فالسيستم عندهم عندهم صوبة الولد هنا وعندهم صوبة الولد هنا موضوع بسيط جداً أنا قلت لهم يا جماعة كان بدل ما اتحاد الكورة طلع جواب بعد الماتش بنص ساعة إن الأهل بطل الدوري لحين الفصل في مشكلة التزوير كان الأولى إنه يبعد جواب لإقدارة الناديين المحترمين قبل الماتش بيومين ويقول لهم إن الماتش هيبقى قائم إنما الإعلام عن بطل الدوري مش هنعلنه إن لما نخلص التحقيق في وقت التزوير يا سلام ده كلام الناس المحترفة لا مش بس كده ده أنا كان ليك تراح تاني بس ده أحسن كمان إلا قلت مثلا إنما تأجل أدام أنت مش عايب تحسن قرارك محبتش أجل عشان مش هينفع أنا بقى بنأجل فوق يا رمزي وتحت مفهوم بالراحة خلاص فعلشان موضوع التأجيل ده خلاص جاب للناس أرتكاريه خلي الماتش زي ما هو ونشوفه ناتيكته وحاجة زي بحل ويجو بعد كده يطلق ده الكلام الناس اللي بتتكلم الصح وده يعمل إيه بقى يخلي المدير يخلي لما يجي يتكلم مع اللعيبة أنا قبل الماتش مش عارف أقولي اللعيبة هيعملوا إيه عشان ياخدوا إيه يعني كفاكو فيه تكافر بعضا تكافر خرص في الدوري علشان أفريقيا وعلشان وعلشان قطاع الناشئين ما فيهوش تكافر ليه؟ هي هواية بهواية يعني خلاص الموضوع إحنا وصلنا دلوقتي الليفل الوحش في عدد تكافر الفرص لا وفيه اللي أسوأ أبا شمهندس وابتدينا دلوقتي نهواها فيه اللي أسوأ أبا شمهندس بصراحة أنا وانا كنت بتكلم في الأول لده أجيل المفروض قادم لمنتخم مصر الأول ونستفيد منه لسنين كتير قدام النهاردة اللعيبة هنا وهنا كانوا بيحتفلوا الاتنين بالفوز يعني هما عايشين لا أنا عايز أقولك على حاجة مهمة يا كريم بس فضل حتى لما كنت حابب أهلي يفرح بالبطولة يعني وبعدت له جواب لعيبة اللي أهلي مش مقصوطة وده باين خالص من بعد ما الحكم سطر هو فيه بطل دولي بعد ما الحكم سطر بيقعد بيجروا يتلطق يا جماعة يعني يا جماعة خلينا بوش يا جماعة لازم نحافظ على شخصية اللعب بيقولك بيقولي حافظ على شخصية اللعب ولازم نطور شخصية اللعب نطور شخصية اللعب زي ذا كبت المنظومة نفسها بتضمى شخصية اللعب يعني اللعب بتاعت النهاردة مش عارفة كثبت والمفروض بطل دولي وانا بقولك امبي بطل الدولي وهما يعلموا كده كويس وعارفين ان حالة التزوير ثابتة مفهاش كلام على رؤوس الاشهاد نزمتها ايه ان احنا نعمل القطة دي وبعد اسبوع نرجع نقول امبي بطل الدولي طب بدلا ما نقول الاهلي ونقول امبي نوقف نتيجة البطولة وندحس ونشوف وندل كل واحد حقه كليرا سيمبل طيب انا عايز اوصل عايز اوصل معاك لابعد نقطة افرد اتحاد الكرة بعد اسبوع من الان قالك لا الورق اللي انتو مقدمتوهوش ده احنا مش هنعتد بيه وان امبي مش بطل الدولي وان الاهلي بشكل طبيعي هو بطل الدولي ده السؤال مش هيعرف مش هيعرف ببساطة عارف عارف ان انت بتقول ده ايه ان انت تثبتلي ان انت مش كريم رمزي اه فهه يعني خلاص الامور واضحة بالنسبة لك ايه والورق قائم انك انك هات الولد لاعب لاعب في بني سويف مش دايما حاجات التصوير بيبقى اخر متوفي والولد ياخد ورقه واحد ما بيشتغلش الكورة وخد ورقه انما انقصن الولد الشخصيتين بيلعبوا كورة يعني الاتنين تحت جناح اتحاد الكورة ومعات كروب بتاعته ومعات كالنهاب بتاعته يعني انت تفهم واضحة يعني مش هينفع ايه مش هينفع نتكلم فيها الحاجة التانية الاهم ان الفرق كبير جدا ده مش فرق شهرين ولا خمسة ولا ست ده فرق ست سنين يعني الدنيا لما تبوس خالص تعمله تحليل تاخد رعينته يعني مش هينفع الواقع الواقع صعبة وبالمناسبة الولد ده بعد ما لعد معانا كان الاهلي هيلعبوا الاهلي بيلعبوا في الدولة الولد مصغرش اه تما دي مفاجأة تانية يا فندم الاهلي عارف كده الولد ما لعدش الواقع اصلها يعني خلي بالك الانقصة مش محتاجة افكار عشان كده قلنا لما بعدت الورق افحصوا زي ما انتوا عايزين بس بس محدش بيه المشكلة الحقيقية المشكلة الحقيقية كريمة لجنة المسابقات دي لازم تبقى على تواصل دائم بإدارات كل النوادي هم هي ديش غنانية على فكرة كل ما شاهدت الحل ازمات تصحيح انما مفيش مفيش خلي بالك مفيش علشان والله مش عشان دوري انبي مفيش علشان مفيش عشان استاد المنصورة اللي شوكتوا استاد المنصورة لما تيجي تشوف الصورة بتاعته دا حاجة برا الدوري خالص اهو استاد المنصورة دا لما حد يلعب عليه كل الناس اي حد يلعب عليه يجي دوا ربطة بتشربية عاتلوا هون شايتهم دا من ضل مسؤولياتهم لا يشوفوا لما يلاقي الملعب كده افوا الله برا الخدمة ما هو خلي بالك العناب اللاعب وصحة اللاعب اهم من اللعبة ايواء تحديدا تحديدا في المرحلة السنية دي يعني هو الهدف في المرحلة دي انك تساعده مظبوط عندك حاجة اللاعب يجي له ربطة صليبي وصده بطولة تروح بطولة تروح لما اللاعب مجي لهش حاجة اللاعب دا كنس طبعا فيه مفاهيم كتير مش موجودة صح وخلي بالك تاني برضو والله مش الموضوع انتقاد بس بيانات وخلي بالك الموقف ده اللي احنا في المعارضة ده لو تفتكر كان موجود من ثلاث سنين في مطش الاهدي والزمالك فاختعنا شيئين برضو بس الفرق الوحيد ايه بقى يا كريم ان انا صممت المطش ده بشكر بارة اون تايم وخدوه وزعوه على الهواء المطش ده لو ما كانتش ازاع على الهواء انت بكتش تطرف عنه حاجة صح ولا كان يبقى فيه رؤية عام ولا كان فيه ناس بيتكلم ولا ايش خلي بالك الموقف اتكرر بعد سنتين ثلاثة اهو بس انا بقولك الموقف المراضي مش هتسمع تاني عنه في الكرة المصري انا اللي بقولك مش تسمع كان على رؤوس الاشهد انا عليك بش مهندس بقره يعاندة المبرادة زاعت على ان تايم اسبورتس وشوفنا الكلام ده كلوا انا بقولك اوه بقره و انا هنا في الحلقة هجيبي الكلام دوت هتلاقي مواقع أجنبية وصحف أجنبية واخدين اللي اتباعد في اللي بيحتفلوا باتّولة دات و انا بقولك اوهو هندي حاجة مهينة وشكلها مش temas مش صحف أجنبية ولا حاجة هتخش على المواقع bi Tro questions بتحضر مع بعضين. احنا مش مادة اعلامية للهزار يا كريم على فكرة. احنا بنشتغل شغل شغل ناس محترفة. يعني ما ينفعش حد يعمل ميميز ولا يعمل مساعدة ايه ويعمل فيديو ومفعش. ما ينفعش. ما ينفعش. ما ينفعش لأكبر ناديين في قطاع الناشئين. المطش النهاردة كان مطش عقلاني. صح. تحب تتفرج عليه. صح. بوسته بلقطة ملهاش ايه. المشكلة مش في كده يا كريم. صح. المشكلة ان انا قلت الكلام ده من تمانية واربين ساعة. واحمد دياب موجود حقيقي ان يرزخ يا شغل. مم. قلت له خلي بالك كمان. ده ده ربنا رأيب لنا الخير. لان ده اسهل حاجة حصلت. الحمد لله. مم. لو لا. ان ادارة الاهل ادارة منضبطة. وادارة امب ادارة منضبطة. وبنعرف نستوعب اللعيبة. كان ممكن اللعيبة دي تشبط مع بعض. صح. مين يتحمل? مين سألك سؤال. على جنب كده. ايه بالنهاردة لو كان يتغلب المطش. وتحساب له التلات نقاط بتوع المصري. كان يبقى كسب الدورة ولا خسروه? لا. كان خسر المطش. وهم كانوا مستنيين كده. خسر المطش. ايه انا سألتك عشان كده. انا سألتك عشان كده. انا 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 قديم هنا برضو. انا فاهم. انا فاهم اللي هو ايه. سيبها بزروفها. بالزبط كده. يعني الحلول القدرية. الرجل مات. طب ليه? ما تعالى نشوف الاسباب ونحلها. ليه الحلول القدرية? يعني هم بستنيين اللي هردى الاهلي يكسب. خلاص. او انبي يكسب او انبي يكسب او انبي يكسب او انبي يكسب. وانبي هيكسب. ده انا قلت الكلام ده. انبي هيكسب. اه. وانا بقول لك دلوقتي. انبي بطل الدوري. اه. بفرق تلاتة منط. اه. مش الاهلي بطل الدوري بفرق اهداف. اه. اه. لأ. اه. وعلى فكرة كل التقدير واللي احترام للناجي الاهلي. مفهوم. ناس عظيمة ونورتنا وشرطتنا وحاجة تشرق. اخلاق وتعامل هما هما مشترق. اه. انما في نفس الوقت. لا لازم نوقف. صحيح. لازم. وخلي بالك. فضل. في حاجة تانية مهمة. فضل يا فان. النادي الاهلي بياخد بطلات السنة اللي فاتت والسنة اللي قابليها بشكاوة في التزوير. وده حقه. مم. بس بتخلص بعد خمس ايام. شكوة. اتشاف. اه. فعلا. يالله. فانت مستني الكلام ده يتحسن بعد خمس ايام مش بعد شهر بس. يا فان لو حصلت معايا اما شخصي على فكرة. اه. النادي مش مسؤول يا كريم عن تزوير لاحق. اه. النادي مش جاهد فحصي. انا مش شهر عقاري ولا 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 مصلحة اه مصلحة اه اه. انت مش جاهد تحقيق طبعا. مفهوم. انا بيجي لي ورق باخدوه بشوفه بخلاص. فوارد جدا يخشيه لعبه زور. مم. بتزور عادي زي المصري مش طارق. مم. مصري جاله لعيب اشتغل خلاص. والله بش. والله بش مهاندس دي حكاية تانية حكاية كبيرة جدا. اه. احنا جلنا لعيب. فحصنا خبنا على قد فحصينا كويس خلاص دخل. مم. كسبنا الاهلي. مم. الاهلي بعد ما كسبناه بنعمل عالدوري. قالك لا فينا عيد مزوغ. ايه مزوغ ازاي يعني يا جماعة. مم. خمس ايام. مم. كانت اللجنة من العاقدة. مم. وتشلت تلاتة بنت. والاهلي خلاص بطول. مم. اهو في ثانية. مم. وعن فكرة. وده حقهم. مم. وانا قلت كمية حقهم. خلاص يا جماعة بصح. خلاص بقى لما بعدنا مشكلة. زي ما بتتحلل الاهلي تتحلل الانبي تتحلل الانبي تتحلل الانبي. صح. 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 بص يا كريم. فضل. طول ما انت في موضع مسئولية. مم. نازم تبقى قراراتك زي الموت. ما بتفرقش. مية في المية. صح. عشان تضمن النجاح. مانس ايمن الشريعي رئيس نادي اينبي انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وكل هذه التوضيحات المهمة. ونرجع تاني للنقطة صفر. يا جماعة المسئول مسئول. انا اخد اخر جملة من المهانس ايمن الشريعي. المسئول مسئول. يعني ايه المسئول مسئول. المسئول عنده مسئولية. عنده مسئولية على كل المنظومة. قراراته حازمة. حاسمة. سريعة. مش متأخرة. مش مترددة. مش فيها خوف. مش فيها قلق. احنا طول الوقت. العبس اللي احنا عايشين فيه ده. على فكرة انه. يا عم سيبها في ظروفها يا عم. يا عم ما تقفوش على حاجات دول شباب يعني. فالدانية تمشي. يا عم دوري مداري. مش دوري ممتاز. فمحدش هياخد باله. يا عم يمكن الاهل يكسب وساعتها لا هنبص على المصر والاينبي ولا الكلام ده كله. ده غلط. انا بقول لك اهو. بس احنا للوقتي الناس كلها بتشوفنا. العالم كله بيشوفنا. بكرة هتلاقي مسلا صحيفة اسبانية واخدى الفيديو. يقول لك ايه الحق ده فيه الائتين بيحتفلوا بالبطولة. لا موقع انجليزي بيش عارف ايه. دي كرة القدم المصري يا جماعة. هجماعة احنا مش شغالين في حتة مقفولة علينا. الدنيا كلها فعاليا بياتشوفنا دلوقتي. حرفيا بياتشوفنا. ما تستظررش الموضوع. عيب ان ده يحصل عندنا. في الائتين بيحتفلوا. فيه دقطة بقى. بس دي هفتح لها ملف الوحده في حلقة لوحدها ونتكلم معناها كتير. انت شفت كم انت ونت بتسمع المكالمة الوقتي. كم حكاية تزوير. مرة الاهلي السلافات كان بيتهم مش عارفنا دي بالتزوير. النهارده انبي بيتهم لعب المصري بالتزوير. الاهلي بيتهم انبي بالتزوير. ده احنا عندنا كوارث في قطاع الناشئين لها علاقة بيه التسنين والتزوير في اوراق رسمية. وعدي. وعدي. انا مرة كنت بحضر اختبارات في قطاع ناشئين. واقعد جنب المدرب بتاع الناشئين في النادي ده يعني. بيقول لي بزمتك. اللاعب ده وروح تانا بصيت. اللاعب ده عنده 14 سنة. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله يعني. لعب معتزل. قدروا نقضوا البرازيلي مثلا. الظاهرة. ازاي ده عنده 14 سنة. فقالي دخال بقى احنا سعب بيجينا حاجة زي كده. بس طبعا فيه ناس بيبقى الشكلها باين. فده موضوع كبير جدا. جدا. يبقى نتكلم عنه في حينه يعني. عايز اقول لحظاتكم تطورات حالة المصابين في النادي الاهلي الوضع بالنسبة لهم ايه? عشان برضو تبقوا عايشين معنا يوم بيوم. تعال نشوف. محمد الشنة وامام عشور مرسل كل الأجل عودتهما لمران الفريق لما بعد مباراة مازينبي اللي جاي في ايام نصف النهائي. وابلغ المدرب الجهاز الطبي للفريق بقراره من اجل منح اللاعبين اطول الوقت لتجهزهم وتعافيهم من الاصابة. واحسين الشحات هيشارك في تطريبات الفريق مرتديا قناع على وجهه من اجل احمايته بعد اصابته الاخيرة في الوجه. احمد نبيل كوكا هيجري اشعة بعد الكادمة اللي اتعرض لها اسفل الرجبة في مباراة مازينبي. وعلى ضوء نتيجة الاشعة هيحسن مرسل كلر كراره من مشاركة اللاعب من عدمه في مباراة مازينبي اللي جاي. ومران اعطيها بنسبة كبيرة هيتواجد في تشكيل اهل الاساسي امام مازينبي في المباراة اللي جاي بعد تعفيه التام من الاصابة. عودة مهمة جدا لمران طيب. كورر بالمناسبة عمل جلسة مع وسامة ابو علي خلال رحلة العودة من الكنغو. ابدى لي رضاه التام عن مستوى واشات بما قدمه في مباراة مازينبي رغم عدم تسجيله لاهداف. وقال له انه لازم يركز بشكل اكبر في المباراة اللي جاي عشان يسجل فيها. عمل جلسة تانية مع احمد عبدالقادر ودي جلسة مهمة جدا كانت في الطيارة. وضح له انه الاجواء بينهم الان اجواء طبيعية. وان العلاقة بينهم هتكون علاقة جيدة في الفترة اللي جاية. برافو احمد عبدالقادر انه التزم الفترة اللي فات. برافو. برافو. اش كده دخل مع الفريق. برافو عليها. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. ولكن التقطيط اه بالكرة في النادي الاهلي. هيعمله جلسة مع مارس الكولر. جلسة مهمة جدا بعد مباراة مازينبي. الحديث حول العديد من الامور الخاصة بالفريق وخصوصا ان مارس الكولر منح اللاعبين راحة يومين بعد مباراة مازينبي اللي جاية. ان شاء الله. كمان النادي الاهلي في الفترة الحالية دخل في مفاوضات مع الجزائري زين الدين بالعيد مدافع فريق اتحاد العاصمة ومنتخب الجزائي اللي ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية. ووفقا لمصادرنا في الجزائي الاهلي دخل في مفاوضات مع النادي الجزائري عشان يضم اللاعب ولكن تقرر تأجيل حسم الصفقة لنهاية الموسم بسبب تركيز اللاعب على بطولة كأس الكونفدرالية وكأس الجزائر اللي وصل فيها تحاد العاصمة للدور نصف النهائي. لكن في الامر ان الموسم هيكون الاخير لزين الدين مع فريق العاصمة واللاعب بيميل بشكل كبير الانتقال للنادي الاهلي بدلا من خوض تجربة في بالاحتراف في اه اوروبا. لعلي حتى الان قدم عرض مالي يتخطى اتنين مليون دولار لللاعب الجزائري. وهو مدافع مهم جدا بالمسبوع عنده عرض اخر من بلجيك. اتعالى اقول لك احصائيات عن زين الدين بالعيد مع اتحاد العاصمة هذا الموسم. لعب خمسة وعشرين مباراة اه يعني بتكلم اهدافه خمس اهداف. قطع الكرة واحد فاصل اربعة ده معدله في كل مباراة. تدخلات نجحة تلاتة فاصل اربعة لكل مباراة وبطاقات صفراء تلاتة وبطاقات حمراء بطاقة واحدة فقط. طيب. في حكاية تانية عايز اتكلم فيها. النهر البركان والتحادل العاصمة الجزائري كان عندهم مباراة الذهاب في نصف نهائي الكونفيدرال الافريقية. مباراة النهار ده قلغيت. نهر البركان ما رحش المباراة. اتحادل العاصمة نزل الملعب. المباراة كانت في الجزائر. ملاقاش فريق نهار البركان فالمباراة تم الغاءها. الحكاية ببساطة شديدة انه كان نهار البركان جاي بتشيرتات معينة اه تم حجزها ما معرفش يخش بيها. فالكاف انبارح قال لا لازم يتم الافراج عن التشيرتات ديت. فما تمش الافراج عن التشيرتات ديت. فراح الفريق ما خدش التشيرتات بتاعته فمرضيش يلعب المباراة. تفاصيل لا ابعاد اخرى غير الرياضة بكرة القدم بس في كل الاحوال المباراة تم الغاءها. طيب بحسن مصادرنا في الكاف فان المباراة سيتم احتسابها لصالح نهار البركان فائزا بسلاسية نظيفة لعدم لعدم امتسال اتحاد العاصمة لقرار الكاف بالافراج عن تشيرتات وقمصان فريق نهار البركان وبالتالي ملعبش المباراة. وبالتالي وارد جدا انهار البركان هو اللي يكون في نهاي نهار البركان بالتالي هيكون غالبا هو في نهاي البطولة بطولة الكون الفيدرالية الافريقية وارد جدا نشوف ده سواء الزمالك او لفريق ان شاء الله يعني يبقى الزمالك مش دريمز الغاني. طيب ما الكلام له. نهار ده في الدولي الاسباني الجولة اتنين وتلاتين. ريال مدريد حسم مباراة برشلونة كلاسكو الرائع جدا النهار ده بفوز بسلاسية نظيفة. سلاسية مقابل هدفين عفوا عشان ريال مدريد يبقى حسم بشكل كبير جدا او اقترب كثيرا من حسم لقب الدولي الاسباني. بلينجهام سجل هدف الحسم في الدقيقة الاخيرة. كريستينسك كان بدأ لبرشلونة في ستة. بعد كده فينيسيوس تعادل لريال في الدقيقة تمنتاشر. لبيس سجل التاني للبرسة في الدقيقة تسعة وستين. وبعد كده فاسكس تعادل لريال مدريد في الدقيقة تلاتة وسبعين. بلينجهام سجل هدف الحسم وهدف الفوز في الدقيقة واحد وتسعين مباراة. ما تشوفهاش او ما شوفناهاش من ايام رحيل كريستينونالدو وليونيل ميسي عن الفرقتين ريال مدريد وبشوية كانت مباراة مصيرة جدا وممتاعة للغاية. حلسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل كابتن كبير كابتن امير عازم مجاة النجمة ومدارب نادي الزمالك والسابق ضيفيك في رقم عاشر اخليكم معي. يا اهلا بحضراتكم مرة اخرى شرفت منورني في يازل فاكر نجمة كبير كابتن امير عازم مجاهد واحد من الشخصيات اللي بحب جدا رو احترم جدا انت واجدة معايا في رقم عاشرة كابتن امير منورك. اخبارك ايه? الحمد لله. كله حلوة? كله ده الفرس. متيجة النهاردة مش حلوة? طبعا مش حلوة. صح مش حلوة. ليه مش حلوة? عشان كنا متوقعين افضل من كده ولما شوفنا دريمز اللي كمان حسين ان هو منافس ضعيف جدا للزمالك. اه اه اتفع معاك طبعا منافس ضعيف. فرقة انا شايف اللي عندهم عشوائية كبيرة في الملعب. اه 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 ا انا شايف حتى ما عندهمش حد مميز يعني قبل المطشة شوفنا التقارير ويقول لك في يعني عندهم لعيبة انا في وجهة ناظر حالس المرمى كويس. والمرضة الوحشاوي. يعني. اه. يعني. اه. يعني. اه. يعني تقول مسلا اللي هو ايه? ياخد خمسة من عشر. عشر خمسة بالزبط كده. اه. عندهم اللي هو في نص الملعب القصير ده اللي هو تعمل عشر سنة ده اللي بيقوله شويت. وطرف بس هو ايه هي دي فقط. لكن هما فرقة عشوائية. بالدافع. اه. حتى الهجمات المرت بتاعتهم مش يعني فيه اكتر من فرصة هي السناء واحدة بس اللي الراجل قطم من عند انضاي وعملها بالعرض دي. ممكن الفرصة الوحيدة اللي تعتبر حقيقيا اللي هو حمزة المسلوس. اي شاء الله. لكن غير كده هم عندهم مشاكل كتير جدا في الملعب. عندهم مساحات في خط دهرهم. ما عندهمش تنظيم. اه. فده اللي زعلني اللي انت النهارده اه. مبارسة احلى جدا. تخلص ثلاثة اربعة. تخلص ثلاثة اربعة مرتاح. اه. بالاضافة اللي كان فيه سوق توفيق طبعا. طب نهاية. اه. الراجل كان مكبر على تشكيل. صحيح. اللي انت عندك النهارده لعيبة كتير مش موجودة. زيزو عمر وفتوهم. زيزو عمر وفتوهم. غير اللي مش مخلقين وفتوهم. ايدي افرك. لكن انت برضه في نفس الوقت اثناء المباراة طالما ما بدأت بتشكيل ده. وفي عندي مش عايز اقول صغرات. عندي بعض الدفوهات. لازم تغيرت على طول في ساعتها من جواه الملحب. ازيح؟. يعني انا بتتكلم معك قبل الهو. انت النهارده الناس كلها بتتكلم على نض النهارده الشوت التاني من احد احد نجوب الشوت التاني اللي الراجل اشتغل زمالك اشتغل من ناحة الشمال والراجل بيشتغل كورسات وعمل تلات اربع كورسات كويسين جدا نجوان نجوان طب انا الشوت الاول انضاي اللي كان شغال الى حد ما والزناري مفيش عوة راجل مدافع اصلا سير دي باك انت بتستغله باك رايت اما يبقى مثلا الزمالك كاسبان عايز تدافع عايز توقف ايه بقى قدامه زيزو فانت زيزو يشتغل هجومي عرضية لكن انا النهاردة ناحية اللي مين انت تزاهر ده الزمالك اصلا اللي بيميزه الفتر الاخيرة اللي بيشتغل على الاستحواز وبيشتغل من على الجناب على طول طب انت النهاردة ولا الباك شمال اصلا باك شمال ولا الباك مين هو باك مين طيب بس انضاي عنده لا يبكور عايز بيروح وبتاقو بيعمل لكنت زنري معندهش ادوار هجومي طيب انا اعمل ايه؟ اعمل الشوت التاني ده من الشوت الاولاني لازم انا برا بقى اقرى القصة دي خلاص طالما ما زنننا يبقى انا اشتغل من ناحية الشمال زي ما اشتغلت من الشوت التاني اشتغلت على طول فعادي يبقى عندك كسافة من ناحية الشمال الحاجة التانية طب انا النهاردة الزناري مششغل ايه المشكلة النهاردة اللي من جوه الملعب اروح جابي الزناري سيرديباك واجاب حمزة المسلوسي اللي هو اصلا باك رايت ما ديه ظروف ماتش ايوه اه حمزة بشغل كويس اوي بقاله فترة طويلة كسير دي باك والناس كلها بتشد به لكن انا ازرق العيز اكسب برضو يعني انا النهاردة ما عنديش حل ناحية المين والراجل الزناري اصلا سير دي باك طب المشكلة من جوه الملع باعمل التبديلة احط ده واشتغل المسلوس اللي هو مكانه وقدر يعمل كوروسات براش طب انت عندك سيد نمار تقدر تشتغل بايه باكين ايه برضو عمزة المسلوس زي ما هو وخلي بالك برضو انت النهاردة انا بقولك الحاجات التغيرات دي اه لو بلاعب فرقة جامدة وبتاع اه يبقى في حزر ما ينفعش يبقى الباكين طايرين عطول لكن انت النهاردة اه كان يعني انا بقولك كان ناقص عواد الكمان يتير في نص ايوه سهل فرقة سهل الحاجات التانية انت النهاردة متيابة لعب جزء في مطش الاهلي وادى هو انا بالنسبالي هو لعيب اه برومسنج يعني مباشر لسه جاي لسه جاي بس لسه عنده نواقس كتير عنده نواقس كتير اه وده مستقبل بالخبرة بالاستمرارية اه بالضبط فانا النهاردة بلعب وعندي اصلا نقص في نص الملعب عبدالله الصعيد وعندي ناصر ماهر وعندي الناس اللي عملالي الفترة الاخيرة شكل كويس في نص الملعب نازل مالك اللي كان بيميزول مطش الاهلي ومطشات اللي هي النص الملعب عبدالله ناصر حمدي بس عندك من الاخر في الكورة مش هتعرف تاخد الكورة منهم صح طبع انت النهاردة عندك اصلا محمد شحاتة راجل هافدفندر وعندي دونجة هافدفندر وعندي احمد حمدي في نص الملعب دونجة بيميزول ماشي بشكل كويس وشحاتة هيبقى جنبيه وابدأ ابدأ قوي عشان يبقى بدايت كويس اه مشكلت الزمالك النهار دخل مطش متأخر دخل المطش متأخر الزمالك انت شايف التشكيل كان بدايت وغلط بالزبط اه وبعدين الزمالك دخل متأخر وبعدين انت النهاردة اما بتغير كتير اه انت عشان ظروف طب انت النهاردة ده الطبيعي اللي انت هتاخد وقت او بالما خش الجيم الحاجة التانية انت النهاردة الاطراف بتاعت نادي الزمالك يعني انا بحب المصطفى شلبي ولعيب كويس وكل حاجة بس لازم يغير من لعبه ازاي بقى لازم يغير من لعبه والنهاردة مش مش هينفع النهاردة اللي انا بقى لعيب خط واخد الكرة عالخط دي خلصت خلاص بقى الجناح بتاع الخط ده خلص حشان كده بقولك النهاردة حتى الجمهور بدأ يزوم عليه اه انت فهمها غزيك انت النهاردة لو انت ما بتلعبش في المكان ده يبقى انت متنوع خلاص يا باشي انت ما انا ممكن اقبسك الخط هقفلك وخلاص اه لا يا عصو الجناح بتاع الخط ده زمال خلاص بقى الوقت لازم يبقى انسايد بالزبط انسايد انت النهاردة الجن بتاع النادي الاهل الدخل في الزمالك اللي احمل عبادر جابه والنهاردة كان بيلاعب فين هافليفت صح الجنج فين احمل عبادر كان فين في الثامنتاشر جوه صح من ناحية اليمين كمان اعرب من ناحية اليمين كمان بالزبط لكن انا النهاردة هاخد الكرة وعايز اشتغل على الخط خلاص ما انا حافظتها خلاص هسلمك الخط ووقفل عليك بالزبط الحاجة الثانية لازم يبقى فيه شراسة شوية في اداءه يعني انا بحبه جد ان هو العب كويس بس لازم يبقى فيه شراسة شوية النهاردة الكرة تقطع منه لازم اول واحد انا جيبها ام فالنهاردة اطراف نادي الزمالك برضو شكبالة النهاردة برضو مش مش مستوى اللي هو يعني النهاردة شكبالة انا في فوجة نظر الله اه فايق مع فرقة زي دي كان ممكن يعملك الفرق بسهول برضو مش فانت هنعندك مشكلة في الاطراف من الباكات وعندك مشكلة في الهبار في الجناحات عشان كده انت النهاردة الشوط الاولاني ما نقطة قوتك مش موجودة نقطة قوتك خاصة ان العمكة كمان فيه مشكلة في غير مع الله السعيدة ونصر ماشي فهي دي مشكلة بس الشوط التاني لما سامسونج نزل وبرضو عمل تغيير شحاتها يعني اشتغل الشكل بدأ يتحسن ووصلت اكتر من الراكس في الجزيرة النهاردة بص في وقت من الاوقات سنتر فرود لازم تبقى هادي لازم تبقى هادي بمعنى اللي انت عصابيتك في التمنتاشر مش هتيجي يعني الكرة مش هتخش يعني انت النهاردة في وقت من الاوقات لو هو عنده هدوء وهو بيحط الكرة وتركيز هتلاقي الموضوع سهل جدا لكن انت ما تبقى عايز تجيب جون مش الكرة مش ليه سيف الجزيرة انا دائما بشوف ان انا من الناس اللي رأيي ان سيف الجزيرة ده مهاجم قائز جيد طبعا بس يديك مبارأة يعني يحسسك انه اهم مهاجم فقرة أفريقيا كلها زي مباراة الاهلي اللي في عاشت دي تمام تمام يجي المبارأة اللي بعدها يقل يجي المبارأة اللي بعدها يقل قوي يرجع تاني يعمل مبارأة جامدة جدا بس انا عايز اقولك على مبارأة ما عندوش ثبات خلص دا انا اقولك على مبارأة او انت حسب السنة دي احسن ماتش لسيف الجزيرة كماتش الاهلي ليه اللي انت سفي الجزيرة من الفراغ ده يا كريم اللي يحب يستلم في مساحها فانت النهاردة ما يبقى عندك عبدالله السعيد وناصره بتاعها انت هو بيعمل اما النازل ما بتبقاش موجودة هو بيعمل أدوار بتخليه بيوصل اللي هو يبقى خلص يعني يخلص بدري انت فاهم ايه اللي هو عايز يجري هنا وعايز ينزل يستلم من هنا وعايز يروح هنا لكن انت النهاردة ما بتبقى معاك لعيبة انت بتبقى متوقع لانا حوصل الجنب في أي وقت فمطش الاهلي هو كان مميز اللي كان موجود في نص ملعب فبيعمل أدوار اللي هي أدوار المطلوبة منه طيب ماهو ده مش هيبقى متوفر لسيف الجزيرة في معظم فكل ماهو شاء بالضبط بالضبط يعني طبعا كده سيف هيبقى عنده مشكلة في الزمان اللي كان عمو متوفر انا بقولك هو هو يعني انا زي ما قلت لك هو الفترة الأخيرة انا انا عن قناعة انا بحب يعني هو العيب كويس صح وامكاناته كويسة جدا بس برضو زي ما بقولك النهاردة هو كان مركز قوي اللي هو عايز يجيب جوهن لو انت ركزت قوي عشان تجيبه مش هتجيب جوهن عشان كده النهاردة أكتر من فرصة لكن في الأول والآخر زي ما بقولك النهاردة لو في توفيق النتيجة كانت ممكن سامسون بدأ يقول اه بدأ يقول بدأ يقول اه صراح يعني انا كمان عجبني هبص يعني فيه وقت من الأوقات اما بتستغله كل مطش تغيرة لا اما بينزل بيبقى مؤثر بيبقى كويس صح يعني ممكن اللعيب مسلا يقولك ايه ده مطش او مطش لا كل ما بينزل يعني النهاردة شوف سامسونج اول ما بدأ الموسم وبص الوقت يعني النهاردة في الاستاد اما بدأوا شافوا اللي هو بيسخن الناس بدأت لا مبسوطة اللي هو هينزل ويلة ممكن يعمل تغيير بالزبط سؤال فني جدا سامسونج مهاجم لوحده في تشكيلة الزبالك لعب مهاجم تاني احسن لا انا شايف مهاجم تاني صح يعني انا انا في اعتقادي مباراك جاية لو انت عندك اللعبة اللي لعبة النهاردة انا شايف اللي سامسونج والجزيري وزيزو لازم ها لازم المطش الجاي عايز ناس بتجري حتى زي ما اقول الرمك الاخير ها ومش مطش كورة يعني مش مطش كورة بقى اللي انا هاخد يعني المطش الجاي في الاجواء اللي انت هتلعب فيها دي مع الحرارة هتمسك الكورة كتير حتى الموضوع يبقى صعب عليك فعايز ناس من الاخر عندها قوة بدنية وناس بتخلص يعني ناس بتلعب عالجهون لكن الكورة بقى اللي انا هاخد الكورة وجوة بتاعها هناك هتلاقي اقلام اه 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 اكلمك بصراحة جو الحريفة والكورة الحلوة والكلام ده كله مش عايز هناك وهو ده اللي مطلوب في الكورة الوقت يا كريم مجود بدني اكبر بالاي حاجة تانية فانا شايف اللي انت النهاردة ما تبدأ بسامسونج والجزيري وزيزو لأ انت عندك اتنين اصلا سنترفيروت مم وسامسونج بيعمل حاجة كويسة اللي ما بيلعب ناحت شمال متطرف شوية على طول بتلاقيه سنترفيروت التاني مع سيف الجزيري عشان هتلاقيه على طول كسافة فانا شايف اللي دول يعني دول الحلول اللي موجودة في النقص اللي عندك دول افضل تلاتة ممكن يبدأ قولهم انطبعتك ايه عن جوزيجو ميزي حتى الان ايه بقى يعني مفيش يعني عشان اديك انطباعا مدرب لازم فترة طويلة او بقى له فترة مش بطارة فترة طويلة وثبات في كيفية قدرت المباراة يعني انا النهاردة زي ما بقولك في حاجات انت بقى لك فترة معنادي زي ما لك مفروض ان انت خلاص عرفت يبقى عندك يعني انا بقولك النهاردة وانا قاعد بتفرج الطبيعة قلت لك ايه ده يخش ده مك حاجة بسيطة صح ده انت بقى انت قاعد ومتعيش مع الفرقة واكيد عارف امكانات لعبتك كل حاجة الحاجة التانية اه ساعات تغيراته يعني حتى في مطش الاهلي افترسها سألك الناس استغربت انا انا نفسي استغربت يعني انا يعني هو حتى قال تصريح في مطش الاهلي بعد مطش الاهلي لما سأله طلعت عبدالله السعيد ليه ونصر مهر قال لك عشان في زيادة عددية حصلت على عمر جابر طيب تمام طيب وزيادة العددية ما ينفع عشان ما يلعب بدونجا دونجا يعني شرح او دونجا وشحاتة ولو انا كملت كده وعبدالله السعيد هل دونجا ما يقدرش يغطي مع عمر جابر هل شحاتة ما يقدرش يغطي مع عمر جابر اي واحد طيب انت روح تعمل تغيرة روح تمفضي نصر ملعب او فبرضو دي اللي بقولك انا بالنسبة لي المدربة كريمة مش مدرب تمرين في مدربين كتير تمرين هم بتبقى قاعد تقول دي تمرين وفي مدرب يحضر تشكيل كويس بس ما يدرش المباراة كويس بص انا بالنسبة لي المدرب المتكامل مدرب بيحضر بيقرأ الخصم تغييرات كيفية ادارة المباراة هو ده مدير الفن اللي بيبقى المميز لكن في مدربين ممكن تمرينه عالم ييجي في المطش انت قلت كم واحدة فيهم اربعة اه ازاي بتحضر للمباراة ازاي بتشتغل على الخصم ازاي كيفية ادارة المباراة والتغييرات جوزي جوميز عنده كم واحدة من دول يعني لا هو لحد الوقت زي ما بقولك الميزة اللي ممكن الفكرة اللي بيشتغل عليها اللي باينة اللي الزمالك بقى كويس جدا في حتة الاستحواز دي اللي يعني يبقى عندك شخصية في المباراة اللي انت بتعرف تستحوز تغييرات ساعات ما برضو برضو انا هحاول اتكلم بطرفه هو هو لسه عنده قوم ناقص يعني مش كامل واللي بتلعب بهم في الدورة غير تلعب فيهم في دورة ابطال افراقيا لسه في ناقص في خط الدفاع لسه في ناقص مثلا لسه ما عندكش مهاجمين كتير مميزين يعني لسه كريم انت نادي الزمالك مع احترامي هو انا النهاردة معلش اه هو نادي الزمالك الطبيعي ال11 المستوىات متقاربة مع يعني المستوى متقارب الحاجة التانية انا النهاردة متلومنيش انا باقولكили الكلام دا اه انت لو بتلعب مع يعني انت بتلعب مع الترجي او بتلعب مع الوداد او بتلعب مع النادي الاهلي هقولك ماشي لكن انت النهاردة بتلعب فرقة الناس كلها 18 و 19 و 20 ده النهاردة جون أنتوي yal هو الفرو يعني جون أنتوي كان جامج جدا بس جاءت اخر ثلاث اربع سنين مفيش حاجة فالراجل رجع تاني تاني فمش هو جون انطوي بتاع الاسماعيلي او بتاع النادي الاهلي او بتاع برمان فانا بقولك الخصم مش ما تقوليش نقص ما تقوليش نقص وبعدين انت النهاردة بتتكلم في نقص حلو طب ما انت جاي بصفقات وعندك لعيبة واللعيبة دي جاي مسلا انت تتفرج لا انا بقولك النهاردة انا في اعتقاد اللي فيه بعض اوقات من المباراة هو بيدير كويس بس ممكن بيحصل حسعات دي فهات بيبدأ يصلح بعد ما يبقى يعني بعد ما يبقى بيلاقى عسلك سؤال المباراة العودة صعبة على الزمالك ولا لما شفنا المنافس النهاردة يحسسنا انه لا احتبقى الامور سهلا لا صعابتها في الاجواء جاور طوبة بتلعب في افريقيا لكن انا بالنسبالي لو الزمالك المباراة دي لو اشتغل تكتيكيا كويس جدا لو حطي لعيبة عندها قدرات دفاعية ودي خطة انا مش قولي بقولك قدرات دفاعية لانا راح ادافع لأ انا رايح اخطف تلاتة بنت مش راح هالعب كون لو اللعيبة لو الراجل اشتغل كويس انا بقولك الفرقة دي هتنزل هناك انا النهاردة بتعادل معك انا هنزل افتح مالعب هناك بالعكس انت النهاردة ممكن تلاقي عندهم عيوب كتير جدا في المباراة العودة تقدر تكسب لكن زي بقولك لازم تقسم جهدك اسناء المباراة عشان هي تبقى اخناها بدنية بس كده عشان ما تجيش مدقة ستين تعمل كده دي مهمة جدا فماتش ماتش زكاء وماتش عقل يعني بالمناسبة الزي مالك رجع للمنافسة على الدورة بالفوزة على الاهلي؟ رجع طبعا رجع ورجع الزل اللي برضو تزبزب اللي الفرق فيه والنتاج اللي فيه لا ما تقدرش تقول النهاردة مين اللي ممكن قريب للدورة لا رجع بس يا كريم انا برضو النقطة اللي يعني اتمنى للفترة الجاية تبقى موجودة انت كسبت ماتش وبتاع تصرحات كتير جدا تصرحات كتير جدا انا في الاول واخر انا كسبت النادي الاهلي ومباراة في الدوري انا بكلمكش عالفرحة الفرحة اللي عيبة هي اللي بتبقى فرحانة وبسوطة وتعمل اللي هي عايزة لكن تصرحات كتير جدا انا برضو او انا في الاول والاخر ده ماتش بتلاتا بونت او بعضكات ادي بستة بونت عشان بطلعب المنافس زي النادي الاهلي لكن برضو ا tecn بقولك انا اتمنى للفترة الجاي بقى فيه دوق حتى النهاردة بعد ماتش الافري interfrags لازم يبقى فيه دوق عبقavi انت فتحت النقاطة مهمة جدا انا ب Lilika في المقدمة وكنت أعلان بني وانا اقولها بس خواص انت اكدتها انه حسيت النهاردة في عدم تركيز بعض اللعيبة لسه عايشة مع مباركة الاهلي يعني انت كسيت الاهلي وخلاص وهو مباركة الدولي ومباركة مهمة طبعا جدا بأمياتها كديربي وانك كمان تبقى قريب بالنقاط من الاهلي بس حسيت انه اللعيبة بتوصل كتير بس التركيز قليل وعشان كنا بقولك انا مش مع التصرحاتك كتير بعد اي مكسب بعد اي مكسب ايه في الصفحة وخلاص في الضبط ليه انا اللعيبة بالنسبالي اللي يقولك ايه اللعيبة بش مباركة ما هو انت اللي تنقل الدي تصريح ليك انت اللي ممكن تنقله لعيب ايه ده ده الدنيا الناس مبسوطة ده تكلم على التصرحات مسلا مجلس فني من ايدالي بالزبط بالزبط اه هي تصرحات خارج اه بالزبط بالزبط عايز تركز ركز وقفة على نفسك لكن تصرحات كتير زي ما قولك النهاردة انت تحس اللي فيه لعيبة عندها نشوة او لسه عايشين في عشان كده زي ما قولك التركيز بدأ يقل عشان كده بدأ يبقى عندك مشكلة في نهاية الهجمات انا هيستغيل فرصة انت معي النهاردة ويأكيد حاجة مش متحضرة يعني بس هسألك على حاجة بعيدة عن الزمالك يلاقيك في اللي حصل النهاردة في دولة 2003 المشهد بتاع المشهد ده حصل من سنتين وحصل والناس كلها عارفة يعني المشكلة اللي بتحصل من سنتين ويلاقي تلايش حل قالك مش عارفة يبقى اللي اتنين ابطال الهل والزمالك اه اه انا بيحصل حاجات هنا في الكرة في مصر قصما بالله لو الحاجات دي برة يعني هتبقى حاجة هيبقى حاجة شكلها وحش لنا جدا تعولا لعندك مسابقات نشئين عشان بس ما اتحكش على بعض وعندك تزوير وعندك تسنين وعندك ملاعب فشلة وعندك مسابقة فشلة وعندك كل حاجة فشلة في مسابقات النشئين واللي يقول غير كده يبقى راجل بينافق تمام فالنهارده اللي انت شفت النهارده ده ده نتاج نتاج لفشل مسابقات نشئين بقى لها فترة طويلة لكن دي حاجة مش جديدة للأسف حاجة ما بقيتش جديدة علينا انا بقى اكلمك بصراحة واحنا معتدين على ده ومستسلمين ليه اه انت مستسلم ليه ليه مفيش اي عشان انت عندك نفس انا مش عايز اتكلم عشان محدش يزعلميني عشان انت عندك نفس الدماغ هي اللي بتحط المسابقات وهي اللي بتحط شكل المسابقات انت ما جدت تطور السنة دي مسابقة عارف طورتها بايه بعد الاخفاقات دي كلها طورتها اللي انت بعد ما ماتش بيخلص تعدل بتلعب ضربات جزاء يا صلاة النبي هو ده التطوير عشان تعلم عيبت عشان تاخد بونت زيادة لا 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 يا كريم انا بقولك بجد عشان نفس الدماغ مفيش فكر جديد مفيش افكار جديدة مفيش اي حاجة عشان كده بقولك بص من 15 سنة المسابقات الناشئين دي كانت عاملة ازاي وبص الوقت بقى تعملة ازاي ولا حد حاسس باي حاجة وفي الاخر النهاردة الناس بتتخانق مع بعض والناس فرحانين لا اتنين او ما بتتخانقوش يعني لا هي اخناق يعني الاتنين بيحتفلوا الاتنين بيحتفلوا ببعناها يعني الاتنين بيحتفلوا الاتنين بيحتفلوا فحاجة يعني بصراحة مواقف وطرائف فانتمنى بس اللي احنا ما بنقول كده والناس بتقول كده اتمنى الناس اللي انا بوجه لها الكلام دي مفروض يزعلوا يعني مفروضة ما حاجة زي دي تحصل انا منامش لو انا مسؤول انا منامش من المهازين تعفنا الجانيين النهاردة ايه انه اين بيبعت الاتحاد الكوري بيقول لهم في مشكلة واحد اتنين تلاتة اربعة في ماتش هيتلاعب بعدها بتلات ايام لو المباراة دي اللي هتحسم الدور انا كانت حاد كورا مفروض حاجة من الاتنين يا اما اقول والله الماتش ده متأجل حين حاسم القضية ديت بالزرط بالزرط يا اما هقول مثل ان الماتش ده مش هيحدل من البطل هنشوف بس الامور الادارية وبعلي كان حدل لكن هو سايب الدقي عارفت اللي هو ايه ممكن الاهل يكسب النهاردة وما حصلتش مشكلة وما حصلتش اي حاجة فعارف كلمة يمكن سبها كده لما نشوف بظروفها انت النهاردة عشان مباراة الاهل ومبي وكانت متزاعة ايه عشان متزاعة وما انا اقول لك وانا دي الاهل بتاع تحت فيه بقى كوارس تحت ايه لا لا تحت فيه بقى في الدرجة التانية كوارس وناس بيتنقل لها ماتشات قبل الماتش تابع اربعة وعشرين ساعة وبص في حاجاتها كريم هو انا مش عايز اوجهله بس هو يعني الناس فهم انا ازي كفاية كفاية اتمنى بقى الفترة الجاية يبقى فيه فكر جديد يا عم مفيش فكر نجيب شركات تعرف تنظم دورات وده بتاع عشان زي ما اقول لك احنا في تراجع وفي الاول والاخر احنا اللي بنخسر الكرة المصرية اللي بتخسر للأسف الشكل تحف وانا بكلم مونتس اي من الشراء رئيس امبي انا سامع كلمة مسلا التزوير دي سمتاك ازا مرة لا كتير اللي هو هو ده عادي يا جبه انا دايما لا اسمع انه في قطاعات النشئين وناس بتسنن وناس بتزور عشان يخش وبعدين كلنا بقينا مستسلمين لده اللي هو عادي وبعدين انا سمعت انه بقيت عرفي كمان يقول لك ايه اللعيب دوت تدريب له سنتين مش مش كاسيب ومحن تش يخد ب اللو ايه يا جماعة ده عادي خلص جدا اللي كنا بنعيب عليه على الدول في افريقيا ما هو ما هو الاسف زي اللي انت قلت عليه احنا كنا بنعيب على دول افريقيا اه افريقيا قبل احنا الوقتي بقنا في القصة دي بس انت لعيب زي ده لو انا مسؤول ولعيب عندي جاي مسنن او جاي مزور وانت تأكد لازم يتحبس لازم يتحبس وانا اتحبس مفيش حد هيعمل مفيش حد هيعمل كده تاني ومفيش اب هيعمل كده تاني ومفيش ناس هتعرف لكن لك بيقولك موضوع عشان كده بيقولك في لعيبة كتيرة كريم ممكن في المسابقات الناشئين بتبقى عاملة كده بس اول لما سنه بيبدأ او يقرب او تكوينه الجسماني يقرب مع اللي هو فارق عنه وده بيبدأه كده بيبدأ ايام الكرف بتاعه كده طب انا استفدت ايه في نقطة اهم ده في لعيبة بنشوفها كبيرة في الدور المصري ببنشوفهمش ابدا بيروحوا اهلي وزمالك عشان اهلي وزمالك هيروحي لعفهم طوات افريقية وحيب فيها تفاصيل وحاجات فليه لك هفضل مستخبي يعني اللعيب مسلا اينا هم يبقى عارفينه دورة مسلا عنده ستة عشين سبعة عشين سنة ممكن يبقى عنده تلاتين وحاوة تلاتين سنة وفي ايه خلي بالا اخوالك حاجة في لعيبة اه في لعيبة في الدور المصري في الدور المصري اه مسننة اه مسننة مصيبة سودة دي ايه مسننة اه سنتين وتلاتة موجودة والناس يعني الناس اللي جوه الكورة عارفة بس دول مستحيل اللي عبوا اهلي وزمالك فيهم ناس اللي عبت اهلي وزمالك اصلا اه الله عليك اه الله عليك اه دي مفاجئة المفاجئة اه بكلامك بجد ولسه بلعبوه لا لا دول خلاص كانوا موجودين واعتزل ومسننين نقول اللي اللعب دوت خلاص يعني اثنين وتاتين تاتين تاتين سنة هيعتزل ايه بقى ايه بقى كريم ببنا ما بتيجي في سن معين انت ممكن قبل ما تروحنا دي الاهلي والزمالك بتبقى عامل كده ام اول لما بقى الدنيا بتاعتك عشان كده ممكن ما بينجحوش في الاهلي والزمالك اه يعدوا بسرعة كده بيعدوا بسرعة اه بمعنى صح فانت عندك مشكلة وبعدين انت النهاردة بامكانياتك والمصاريف البتاعة ده هي القصة كلها في حاجة واحدة في جهاز اسمه اسورة امم عندك كم سنة ايه المشكلة اما اجيب جهاز زي ده طب ما انا بصرف في الكرة مصاريف بالملاية ايه المشكلة اما اجيب جهاز زي ده انت فاهمين انت الامارات في الفترة اخير احنا قارينا اكتشفوا 18 ولا حالات كتير جدا من للأسف لعيبة مصريين وبعدين حتت الاستثمار ويجيبوا ويعملوا ورقة واضربوا لوا السن وبتاع عندك مشاكل كتير جدا يا كريم مشاكلنا في الكرة مش كورة مشاكلنا في الكرة للأسف مشاكل ادارية صح الكرة نفسها موجود بس ملعب نجيل مسلا مش موجود بالضبط تنظيم مش موجود مفيش ده انا مرة انا احكي لك مواقف سريع السنة دي بندود ذكر اسم النادي عشان محدش يزعل تخيل انت انا روح تلعب مطش قدت اللبس ما فيهش ميا ولا فيه حمام اصلا اصلا قالك ايه قبل المطش قالك لا اللي عايز يغير يطلع يروح مبنى تاني تمشي خمسمائة متر وبعد كده ترجع تاني عايز تاخد دوش مسلا عايز تاخد دوش مسلا اه مفيش لازم تروح هناك خمسمائة متر وبعدين ايه بقى تاخد قدومك فاحنا عندنا يا وفيق انا معايا فيديوهاتك كريم والله العظيم ثلاثة يعني حاجة تكسف حاجة تحرق ويقولك ايه احنا موافقين على الملعب ده تلعب عليه يا عم موافق ايه ده فيه ملعب ما ينفعش اصلا غير اقدمية طب انت النهار ده ما بتديله تصريح اللي تلعب على الملعب ده بتدوله على بناء على ايه انا فيه قودة لبس روحتها السنة دي ما بتاخدش ال 11 يعني انت اكسم بالله اللعيبة غيرتها على ثلاث مرات والمحاضرة هم ال 11 بس والباقي بره وهم يبقى يلغوا اصحابهم والله العظيم بكلمك بجد طب انت النهار ده ما اديت موافقة اديت موافقة على ايه ما هو انت بقى اللي بتدي موافقة ده لو تحاسب مش هامل كده هيروح ويشوف الملعب على الملعب بس انا بقى ما بحبش اعمل ايه ما بحبش بقى انشر حاجات دي والحاجات دي عشان ما حدش يزعل مني اصلي مش قصة امير بقى هي قصة ناس كتير جدا لكن في الاول اخر العيب مش عليه العيبة على اللي ده الموافقة اللي الملعب ده يتلعب عليه وكنا ما تجيش تقوللي تقوللي اصلي العيبة بيجي لها رباط صليبي ليه وابتاع انت النهار ده تفرج على الدور المصري تلت لعيبة في الدور المصري في اسبوع رباط صليبي اه يقضاء وقدر وكل حاجة بس اصدقني انت عندك مشكلة برضو في الملعب كابتن امير شرافت من نهارة دايما الحوار معك لازيز مشكرك شكرا جزيلا الاسب كاملين مع حضراتكم بعد الفاصل الزملاء العزاء محمود شاكي ومحمد خليفة خليفة موسيقى يا رب حضراتكم مرة اخرى شرافني من نهار نفايز الفقرة الاصدقاء العزاء محمود شاكر ومحمد خليفة شاكر من نهار الدنيا اخبارك ايه؟ كل امورك حلوة؟ خليفة من نهار الدنيا والله وانت كمعبيب وانا بتكلم مع محمود شاكر وخليفة على الحكاية اللي حصلت نهاردة بتاعت الاهلي وامبي الفين وثلاثة والاثنين امبي يحتفلوا خليفة قال واحدة يعني انا تصورت انه الموضوع غالبا هيروح كله لامبي تمام؟ يعني امبي لو اتحال الكورة شايفت الشاكورة بتاعته سليمة فاحتسب التلاث نيكوب بتاعة مبارات المصر لامبي فيامبي بقى خادت دوري فخليفة قال لي نقطة تانية خالص ما جاتش ببالي انا بشوف ان اي فرقتين بيتنفسه لازم يخشه اي لقاء وهم كل واحد عارف ايه اللي اتحال يعني اتحال الكورة لما بيأجل شكوة الامبي ضد المصري فده انا شايف ان ده فيه دعا ما من انواع الظلم الاهلي انا العب الموتش الاخير ازاي؟ الظلم الاهلي اه وانا مش عارف ايه اللي حيح انا مش عارف ايه انا مش عارف ايه نتيجة اللي في الصلح و ايه نتيجة اللي تضريني انا مثلا من الناس انا كنت بقولك برده قبل الفاصل ان الزمالي كما يجي يلعب بيرمز في الدور التاني انا شايف ان الزمالي ملعبش بيرمز في الدور التاني غلما الاهي يلعب بيرمز في الدور الاول فيه ثلاث فرق يتنافس على الدوري مينفعش تلعب موتشات مثلا تنافسية غلما تبقى عارف كل موقفها انا عايز اعرف ان التعادل يفيدني والله يضريني ما بدأ ذكره بفرص برده فانا شايف ان الاهلي كمستوي الشباب النهاردة مثلا من حقه يدخل المباراة بيرمز وهو عارف الهزيمة تعمل في ايه والفوز يعمل في ايه انا نهاردة كاهلي اتغلبت 4-3 اعم احسابه اخد الدوري طب لو انا كنت عارف النهاردة لو اتغلبت 4-3 دي مش اخد الدوري ممكن اموت نفسي ممكن مهاجمش ممكن وانا النتيجة مثلا انا معرفش سر الماتش ماتفرقتي بس ممكن وانا نتيجة 3-3 ماتفرقتي وانا عايز اكسب انا كده بحتفل انا في فرق نقاط بيني وبين انبي انما لو انا عارف ان شاكوة امبي ما تحسمت الامبي فانا حاجبت بقى انتيجة مثلا سي تعادل هلعب بجيمة تحت الكورة فده في رأييانا ان الاتحاد الكورة دايما عليه انه يحسم دايما كلشي طالما هلعب فرق بتتنافس على اي لقب من حق الفرق دي كل فرق تخش كل كل فهيني بقى مثلا لو انبي خد من اتحاد الكرة تأكيد انه فعلا لعب المصر ده كم ما مش بلعب بسنه اقول لك بحسب البيانات الله اتحاد الكرة قال لك لانها اجراءات بعيدة عن اختصاصنا وده بقى تزور فاولة رسمية وشهادات مالات وكده فهياخد وقت مش احنا اللي نعرف ناخد الكرار بسرعة اقول لك انا ايه اللي ماخر اتحاد الكرة انهما طاقاء الاهل هيكسب الماتش فبالتالي مش هيحصل مشكلة نفس القصة بتاع كاسا عامل الاندية كريم كنتم اتكلم معك كاسا عامل الاندية اللي الاهلي لقب فيه من غير اللي عبت والاسية عشان ممكن صلعبها كانت مع المنتخب الجواب والتواريخ كلها كانت مبعوتها ان كاسا عامل الاندية في وقت كذا وكاسا ان ام افريقيا يخلص في وقت كذا بس ما حدش في اتحاد الكرة توقع ان منتخب مصر هيوصل للنهائي مع كيروش فالك يخرجه بدري بدري وبتاع فمش مشكلة فلما بقى حصل اللي حصل الاهلي يتحط في موقف برضو كانت سيئ وفي الاخر اللي عب من غير اللي عبت انا بشوف ان فيش اتحاد يبني القراطة على الفرضيات اه تقديرية موضوع قدري جدا خليها بص يا ان شاء الله عارف انت لما تبقى تكلم حد يقولك ايه يا عم خليفة ما تقطعش وعروفين ياسك ما تقطعش هو عمول القف في اقطاع الناشئين انا بشوفش هاش بالأهمية الكبر بس سواء اتحاد الكرة عليه برضو يعني ما دي عينة احنا بنشوف ده في الليفل الاول برضو كانت الكرة لازم يكون دايما قراطه سريع وحسم واحد اتنين خلص نفسك وحسم امورك بس موضوع التزوير ده برضو بقى كتير قوي محمود يا شاكر في القطاعات الناشئين تحت دول الاسس ده سنين وانه الناس تخش لعيبة كتير جدا جدا يا كريم ولعيبة سوبر ستارز لعبه وخلصه وبطله وهم كانوا متسننين يعني فيه لعيبة كتير جدا في قطاعات الناشئين بتتسنن خصوصا اللي يعني طبعا الناس دي حبابنا كلهم الناس اللي دايما اللي بيروح مثلا يتعقدوا معاهم من رئيس قطاع الناشئين في اماكن بقى في الارياف وفي الاقاليم ومعرفش ايه في شهادات الميلاد بالذات بيحصل طلعب كبير جدا جدا والله فيه لعيبة كتير جدا مش هنقولها يسميهم طبعا لعيبة كتيرة جدا سوبر ستارز بتلقى فيه وزمالك اللعيبة دي متسننة وانا زملت الناس منهم وانا في امبي اما كنت بلع في ناشئين امبي مصيبة مصيبة كبيرة يعني طيب نروح لمطش الزمالك النهارده ودريمز يعني كنت بس اقول لكابتن امير من شوية نتيجة زعل يعني نتيجة مفاجأة حقيقي ليه الزمالك منتشي حالته حلوة كفريق فنين حالته حلوة بيلعب زيه بنصف النهاء على ما لعبه في استاد الكهارة جمهور مالي المدرجات فرقة بصراحة شديدة هي فرقة ضعيفة طيبة طيبة حلوة دي ده ده لفظة ألز كمان فرقة طيبة سهل تخلص بسهولة قوي مباراة الزهاب وتروح مطش العودة ده مرتاح جدا يعني نهارده قدت موقفك بنفسك يعني اه ما يبقاش الزمالك عموما يعني اعتقد ان هو في جزء للموضوع يتعلق بالغيابات يعني هو جميز في رأينا مظلوم وظالم نهارده في مليون المية القيمة اللي هي فيها عبدالله سعيد ونصر ماهر تحديدا تفرق جدا عن القيمة اللي في غيابه لاز بقى زود ان انت شلت لجميز باكين الطرف الاساسيين عمر جابر وفتوح عارف انت الزمالك وهو بيكون قيمته كنت دايما بقول انه عامل فريق او فريق بس كده انما مش فيش العمق اللي يستحق صح وما بفتح مش اي غياب عنده فريق جيد يهدوب وفي عمق في اماكن في الملعب انما مش عمق كامل في كل مناطق جات الضربة في اماكن الدفاعية وخاصة في لقاء الزمالك عايز يهاجم فيه فجات في باكين الطرف اللي جميز بيعتمد عليهم بشكل كبير لانه بيحب يدخل اجنحته لجوه الملعب فلازم باكين الطرف يقوموا بأدوار هجومية فهو مظلوم في الجزئية دي ومظلوم برضه في كوالت اللعبة تعالى نشوف برضه الحتة ليه جميز مظلوم تعالى نبدأ الاول بشكل الزمالك النهاردة في الملعب كان عامل ازاي ويه طريقة اللعب اللي الزمالك اختار هتلاقي الزمالك راح لنفس طريقة اللعب اللي بيلعب بيها غالبا اللي اربعة اتنين تلاتة واحد وحان بتقرها اربعة تلاتة تلاتة على حسب رايتك انت ده كان الزمالك اللي اربعة المسلوسي وحسام عبد المجيد وورا وانضاي فاتح الملعب الشمال وعمر جابر هو شكل متكرد ضد الزمالك بيعتمد على باكين الطرف بياخدهم مساحة كبيرة هجوميا من غير ما يبقى فيه شبه جابها ده المعدل بتاع وقوف لعبة زمالك الملعب في الشوت الاول تحديدا وهنا متيابة كان قدام حمدي هي دي ممكن حنيجي لها بقى وشلبي وشكبالة تحت سيف الجزيرة شبكة التمريرات اللي زمالك بتظهر ايه شبكة التمريرات بتظهر نفس الستايل اللي زمالك بيلعب عليه ولكن ممكن كان فيه نقط مختلف الصورة اللي بعدها الصورة اللي بعدها على طول فيها شبكة التمريرات كانت اللي كانت فيها مشكلة نبص على 17 متيابة متيابة كرة بتوصل له مرة 11 وما بيطلعش يعني هي الفكرة كلها ان متيابة مش ملنك مع شكبالة ولا لنك مع سيف ولا لنك مع مصطفى شلبي توصل له من دونجا فقط 11 تمرير بالزبط كده ومش بيلنك يعني هو ايه بيرجع للزناري السهل دي تمريرات سيف قابنة يعني بيد للزناري دي تمريرات تعتبر ميز بوس جايله 11 كرة من دونجا وهو مدي 5 كرات لمصطفى الزناري بالزبط ممكن يكون مدي عدد اقل من كده كرتين ثلاثة للباقيين بس هي تماما شبكة تماما بتبقى خمس تمريرات وتحس ان انضاي والزناري برضو ما بولوش التلت الاخير رغم ان هما كان دورهم ان يعملوا ده تعالوا نشوفوا الصورة اللي بعدها اللي معانا اللي هي فيها حتظهر ليه برضو مظلوم جميز احنا لسه دلوقتي فيه انه هو مظلوم فيه احيانا ده الكوالتي بقى مصطفى شغالبي في موقف زي ده موقف زي ده اي حد حيشوفوا الصورة دي دي كرة وعدة في ظهر الدفاع اي حد هتخيل مصطفى شغالبي المفقود يعمل ايه حياخد ويخش جوه المنطقة مصطفى شغالبي هاتك كده اللي بعدين حاول يرجع للولا للبساك لللاعيب بتاع دريمز يرقاسه تاني كرة دي برضو شبه القناة كان فيه تمريرة بعدها في الشغط التاني من متيابة لنضاي انا بكلمك على فرق الكوالتي اللي كان بيبقى موجود بين ناصر وبين عبدالله السعيد وكذا تعال شوف الشغط التاني وبين فتوح تعال شوف الشغط التانية تمريرة من متيابة لنضاي في موقف زي كده النضاي المفروض يعمل ايه يروح راح مرجع لسامسون واختار الاختير ده فده فكرة انه هو مظلوم فكرة انه هو ظالم انه هو اختار الزناري في الناحية اليمين الزناري النهاردة اغلب طالما انت هتلعب جيم هجومي زي كده كان ممكن تحكي سالزناري والمسلوسي كان ممكن تستعين بساد عبدالله لان الزناري ارسل عشر عرضيات منهم اتنين بس الصحاح عكس وحتى لو هتلعب بالزناري والنضاي لو هتختار جابهة تبني عليها هجمات كتير كنت تروح ناحية الشمال نضاي مش في افضل مستويات ولكن على الاقل هو صنع كورتين مميزين لسيف الجزيرة فلو انت حتى هتختار جابهة هتبدأ منها هجماتك فبالتأكيد ما كانش تبقى جابهة مصطفى الزناري والنقطة التانية كان يبدل مكان متيابة واحمد حمدي متيابة النهاردة في صورة معانا هو اكثر اللي عميه فقدة للكور ان انت تحطه في التلت الاخير كان ممكن ده هنا عدد الكروسات من الزناري ممكن نعرض الصور بسرعة بس كان فيه ممكن تبدلين يتموا في الملعب من غير برغم كل النقص والحاجات اللي زي دي ممكن يعكس مكان المسلوسي والزنداري خاصة في شوط التاني اللي انا عايز استخدم حد بكي من يرفع ويعكس متيابة وحمد حمدي هيل جدا هاتم عندك فيما يخص مباراة الزمالك ودريمزي النهاردة عشان بعد شوية عايز أقلك كمان عن مباراة الآلي ومزيد من برح طيب قصة كلها النهاردة بتاعت جوميس انا مش هدافع عن الراجل ولكن انا شايف ان فيه هجوم كبير قوي عليه وهو هيفضل على طول اوقات ظالم اوقات مظلوم مظلوم لها كريم عشان ببساطة شديدة انت بتلعب بطريقة لعب محتاجة مقاومات لعيبة معينة فلما طلع ناصر ماهر من التشكيلة وعبدالله سعيد من التشكيلة مجبرا مفيش حد هيتخيل ان مصطفى الشلبي جناح الخط هيقوم بالأدوار بتاعت ناصر ماهر اللي هو صنع اللعب او متيابة هيقوم بالأدوار بتاعت عبدالله سعيد فدي قصة الاولانية طب هو لازم الزمالك يلعب كل ماتش حلو مش لازم كل ماتش الزمالك يلعبوا حلو بس انت بتوصل للعب وصلت وصلت كتير جدا تعال نشوف بعض اللقطات للعيب ينادي الزمالك في قراراتهم وانت ساعتها احكم انت قول لي جومز اللي ظالم ولا جومز المزلوم دي اول كرة في المباراة كرة بتاعت مدير فني شيكابالا لعبة متفق عليها شيكابالا اول ما نلعب الباص على طول شيكابالا طبع مصطفى شالبي في حد مع مصطفى شالبي لا مصطفى شالبي ممكن يعمل كل حاجة في الكرة دي انكامل او بص الراجل ام جاي من غير ما حد دلق عليه خالص الكرة متقلشت مصطفى شالبي طب لا انا اختلف معاك ساني واحدة هو انا انا معاك اني ده تكتيك مميز من جميز بس انا انا اختار فرض المفروض مصطفى شالبي اتعاملت له في موتش وشوشور ما نجحش بها مصطفى شالبي مش مستدد جيد ممكن يختار شخص تاني زي دونجة او حد تاني خليفة في ام بي ده في ام بي جايب جنف الزمالك ضربة حرة مباشرة وهو مماز جدا بالتزداد بتاعته بيشوف بيمينه وبشماله بس انا بكلمك على جودة اللعيب ينادي الزمالك في التلت ده يعني انا مختلف معاك في الوقت دي تعال نشوف الكرة التاني هنا نفس الكلام الزمالك بيحاول يبتدي بالكرة بص على شيكابالا هينزل هيسحب معا الباك في شيكابالا بص وقت عدتها متيبة اتحرك وايه الزناري اتحرك بص للشيكابالا 끝� حما فوت وصلت الكرة المين مصطفى الشلبي اوقف بقى هنا الطبيعي ايه بتاعها اي حد في الدنيا هيطلع يا متيبة يا طلع زناري بص ومصطفى الشلبي miaعمل ايه مكمل الكرة ام مصطفى الشلبي استلم الكرة اما طلعها لشيكابالا تاني ام ممكن شيكابالا لاعب الكرة لمصطفى الزناري نكمل حالة وإحنا بنتكلم مصطفى الزنيرة هيخش هيلم الراجل هيدي الشيكبالة انت بتوصل هوا انت بتوصل الشيكبالة الكرة بتاعته اللي معروفة أول ما الشيكبالة هياخد الكرة أما نفتح الكدر هتلاقي الشيكبالة على طول لما يبص هتلاقي مين موجود على عرضة البعيدة السف الجزيري لو لعب الكرة للسف الجزيري أو لو شاط بص بقى قررت على الشيكبالة كرة بعيدة تماما عن المربع الحالة اللي بعدها نفس الكلام برضو الحالات الغريبة من الحالات لعبي نادي الزمالك نفس الكلام هنا الكرة تقطعت من نادي الزمالك ضغط عكسي خد الكرة متيبة أول بقى متيبة يضغط على الراجل الكريم وهيقطع الكرة منه تعال نشوف بقى بعدها أول ما أقطعها فينا لحظة عندي خمسة على خمسة متيبة ساب كل حاجة في الملعب وأمر رايح شاية الكور نكمل الفريم على طول اللي بعده أم متيبة وعندك بص أربع خمس لعيبة من لعيب الزمالك نكمل أم متيبة شاية الكورة بار في كورة بقى يعني غريبة جدا وكل اللعبت زمالك يعني اتخنقوا تقريبا فيها بعدها الكورة دي مع سامسون أكينولا نكمل بقى الفريم اللي بعده هنا نفس الكلام الكورة تلعبت لسيف الجزيري الشكل والنمط بتاعها جومس الراجل لم الجوة بص بقى ما سيف الجزيري أول ما لم لحظة بقى قف هنا مثلا لو لعبتها المتيبة لا لحظة نرجع الفريم اللي بعد لعبتها المتيبة بمنتهى البسوط ببساطة باك باس الراجل هياخد الكورة هيستلم براحته وعلى عدلته هيشوت الكورة تزغرط في الشبكة نكمل أم سيف الجزيري اختار الحل الصعب لعب لسامسون سامسون برضو أنا لو فيرود طبيعي جدا نتلا هاخد الكورة سامسون نعمل حاجة أغرب بص يا كريم الراجل استلم الكورة على سيدرو وأول الكورة مواعت والزاوية مقفولة معمولة على البلوك الفريم اللي بعده على طول كان ممكن يطلع الكورة المين لحمة حمدي والمتابة والشي كبالة أم الراجل شاهدة الكورة برا بص بقى الفريم اللي بعده لعبت زمالك هتعمل له ايه بقى الكمان الفريم اللي بعده بص كلهم شي كبالة وأحمد حمدي بيقولوله ما لعبتش الكورة ليه تعال بقى الكورة مرص نعطى اللي هو كله رفع مالقيتش الكورة ليه نفس الكلام هنا الكورة دي الأخيرة معنا نضاي عدى من الراجل نضاي عمل مباراة جايه ده بعض الشيء من الهجومية نفس الكورة يا راجل أم عدى وزاق لعب الأوفر نكمل بقى الصورة اللي بعدها بص صف الجزيري عمل كل حاجة صحة في الكورة دي التحرك واخد الراجل المساك في دار انت قولي يا كريم كورة في السيكس يارد زي دي تضيع من صف الجزيري ازاي دي بتاعت جومز ده اللي أنا بسأله قمت الكورة قمت لعبت من صف الجزيري فوق المرمى بعدها بدقيقة نفس الكورة يا كريم اخر واحدة معنا نفس الكورة برضو أم نضايق أم عدى من الراجل رقص وأم دخل لجوه وأم الراجل رفع الأوفر عاوزك لبص على صف الجزيري تاني في حد معاه فيش حد معاه كورة تاني في السيكس يارد بعدها بديقة طلع صف الجزيري وحط الكورة فوق طب ده بتاع جومز وده بتاع اللعيبة أنا متفاهم ان الزمالك وصل من عرضيات وصل من كور ساكتر ده كان فيه كورة كمان في الآخر مرعبة لأ دي جاي بارك لوحدها دي أصلا دي ليه حكاية بعدها لوحدها بسميها عنوان كده فأنا بقولك انت بقولي يا كريم انت يعني انت قولي وراني زي ما لك وصلش طي قرارات العيبة زي ما لك وصل بقى دي القصة اللي ها بتكلم عليها هاي هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع خليفة وشاكر خليكم معنا طيب لسا مكملين مع حضراتكم كلام عن مباراة الزمالك ودريمز الغاني النهاردة زمالك الشوت التاني كان من المفترض بيبقى أحسن من كده هو زمالك بدأ الشوت التاني جيدا في أول ربع ساعة هو منازل سامسون تعالي نشوف طريقة اللابة على طول هتلاقي منازل سامسون حطه تحت سيف الجزيرة وده كانت أفضل فترات الزمالك شوية في اللقاء في تحس الزمالك بيوصل كتير وبلعب كورة طويلة كتير لسيف الجزيرة وانا اتمنى ان في القاء العودة زمالك يلعب على فكرة الكورة وتمرير لسيف الجزيرة الموضوع مش محتاج فلسافة كتير تلعب على كورات سابتة وتمرير طويلة لسيف الجزيرة فكانت ده أفضل تغييرات الزمالك لو نبص على شكل الفرقة في الشوت التاني يالله شهر على طول يعني هو ده كان شكل فرقة بقى سامسون تحت سيف الجزيري وكان الزمالك عنده اللينك اللي بيوصل بي ده ولكن حديجي بعديها بقى إن الزمالك يعتبر التغييرة بتاعت نزول ناصر منسي وبقى وراح موادي سيف الجزيري دي في رأيي أنا ما كانتش أفضل شيء الزمالك حتى هات بقى دي المحاولات بتاع زمالك كان بدأ يتحسن في شطة تاني نشوف هنا خسران الكرة خسران الكرة كان أولاية القوي زاد جداً في من الديا 60 ل 75 اللي هي أعقاب التغييرات جميز بخروج شيكبالا رغم إن شيكبالا ما كانش عامل موضش كبير لكن في اللقاءات اللي زي دي لازم تسيب أي لعب يقدر يجيب جون يعني هنا في القتنبس أكتر الناس اللي حاولي كان نضاي وكان محمود شيكبالا بغض النظر إنه هو ما كانش كويس النهاردة لكن فيه أوقات في الغيابات دي اللي كان لازم يكمل بالنسبة لسيف الجزيري الكرة دي تعال أوريك سريعاً كده محمود تأكيداً لكلامك إنه سيف عنده مشكلة في الكرات العرضية تعال أوريك لقطة معانا من لقاء الأهلي في كاسباس 2021-2022 تعال نشوف الهد دا كان سهل جداً وقتنجة 2-0 في فيديو سريع ممكن يتعرض معانا سيف عنده مشكلة في الكرات العرضية عشان كده الزمالك لازم جنبي سيف يدور على بروفايل فرود قوي هدر يقدر ياخد الكرات العالية يعني الكرة دي كانت سهلة جداً وقتك تنجة 2-0 للزمالك دي مش محتاجة فرود جامد دي محتاجة فرود عالية متحقصح جداً بشوف أفضل فترات سيف الجزيلة ايو كرات اللي جات في العرض صحيح لا هو تكملة تانية لأنه هو مش مبايز أو في الكرات العالية دي برضو هي كرات سهلة إن هي مفروض يحط تحت شوية نيجي لآخر نقطة بس أنا عايز أتكلم فيها عشان النهاردة ناس كتير حتكلم عن غيابة توفيع عن الزمالك اه الزمالك كاللي اكسي جي خمس أهداف لكن يعني هي اهداف متوقعة خمس أهداف بس أنا عايز كلمة برضو عشان برضو إيه نيجي في الموضوع ده مايبقاش فيه هاجز بيطارة جمهور الزمالك في لقاء العودة إن خلاص هي كده قفلت معنا هنا أنا عايز أقول هي لو عايز أتقفل تعالى نشوف بس والصور بتتعرض معنا إن هي الكرة يوم حلو ويوم مر ده تشكل طبيعي الكرة اللي النهاردة ده يا حسيمة عبد المجيد تمام آه دايماً تخليك يعني تتحصر وكل حاجة بس خلينا نفتكر إنه متش أرطة سولار لو الصور بس معنا على الشاشة يلا شباب آه هي لأ إحنا جانا بنرجع تاني الفيديو في الجزيمة إحنا عايزين آخر حاجة بس معنا اللي هي كرة سمعة مجيد كورة الفورسة لأخيال الزمان آه اللي هي آخر آخر صور معنا آخر حاجة معنا خالص اللي هي الكرة بتاعتها سمعة مجيدة النهاردة اللي لحمن تحت العرضة شبه جداً هي لأ هتبقى في الآخر صور معنا خالص هاجيبها لك آخر حاجة معايا هاجيبها لك آه شلو ديها يا شباب والصورة الأخيرة بتاعت الفورسة للنهار آه اللي هي آخر نقطة معنا خالص في الموضوع كله إن أنا عايز أقول لك إن كورة السمعة مجيدة النهاردة هي شبه كورة المسلوس اللي جابها في أرطة سولار هي لو عايزة تعاند ولو كده عشان يعني الإحساس بتاع إيه نهيام عندنا قوي هي كانت ممكن لو عندتك في أرطة سولار والمسلوس الشيطة برضو أقلش نفس المكان بالزبط كانت لو خرجت في أرطة سولار كانت زبالك بره البطولة يعني تصور كلها تتالياً يعني هي نفس النقطة بالزبط اللي شاط منها حمزة المسلوسي في لقاء أرطة سولار فهي لو ما عندك ومش عايزة تبتسم ليك كان ممكن هنا وديك هتقلش برضو من حمزة المسلوسي برجل الشمال بس ربنا ساعتها أراد اللي إنت تكمل في البطولة فزي ما أحياناً القدر بيعندك أحياناً بيديك فتروح تلعب في غانا وإنت مانتاش اللوت بتاعي إن هي عندتك لأ إن هي أديتك قبل كده وتدي الحمزة المسلوس إن شاء الله بالزبط وهي أديتك قبل كده ممكن تديك تاني زمالك قدر فرقة دي قليلة جداً عاوشو ده وصل نوص النهائي فعلاً طيب انت كتريس تقول حاجة على الفرصة دي برطة عاوز أتكلم على الفرصة الأخيرة الحالة الخامسة اللي معنا هو شغل عفريت يعني أنا بصراحة أنا شفت الشغل عفريت الكورة من أول الكورنر اللي انضاي ضيعه والكورة دي فيها حاجة غريبة جداً يعني أنا حاسيت الوقت ده إن الزمالك مش هيكسب المباراة دي طبعاً ده الكورنر الأولاني وعلى فكرة اتلقى طبعاً اتلعب أربع مرات لنضاي بنفس طريق يعني نكمل نلعب الكورنر على طول نضاي طلع بص بقى الكورة لما تصدد من الراجل إن شاء الله هملعى الخط والغريب بقى إن هي طلعت بأسلوب غريب جداً اللعب نادز مالك جوا سيكس يارد وأمشاطها قلشت طلع جنب الخط ده أولها قامت اتخدت واتلعبت كورنر تايم هنا بقى اللي كانت غريبة جداً هنلعب بقى الكورة هنلعب الشورت باس قام هنا مستلم الكورة وقام عامل الأوفر عاوز بقى وريك حاجة غريبة جداً الأوفر لما تلعب نكمل الفريم اللي بعده قامت تلعبت من لعبي نادي الزمالك بص بقى نزلت لمين؟ نزلت للعيب دريمز الراجل عمل ايه؟ غريب جداً ممكن يشتت بص يعني الكورة بتتنطط حط وش ركلوف راجل اديه للزمالك يا جماعة راجل اديه للزمالك الراجل هنمدي الكورة تانية للزمالك هنم زمالك واخد الكورة هنم رافع الأوفر نكمل الفريم اللي بعده هنم دخلوا عليها لعيبة الزمالك كلها دخل حسام عبد المجيد الحارس وقع والجن فاضي هنم بص يا كريم اللي عاصل ايه؟ هنم الراجل رافع الأوفر حارس نطمل عالأرض وقام طايم واخد الكورة الكورة واعت منه تاني بص مفيش كلام حسام عبد المجيد ممكن يحطها متراحت لسامسو بتخبط التاني عند الراجل لغاية لما الكورة هتنزل تاني لنادي الزمالك وكورة بتطلع في شكل كان غريب جدا بجد والله يعني الكور دي مواقف في الطراق ها والله أنا من نهاردة قلت لا خلاص هو مش يوم الزمالك الزمالك بالشكل ده لا ماتشا هيطلع 0-0 بس ان شاء الله الزمالك قادر في مورلاود عايز تكلم على حاجة فيما يخص موراة الاهلي مبارح ومسيبير حاجات طبعا طيب عاوزين نتكلم مصطفى الشوبير مبارح كان فيه لقطة شهيرة جدا لمصطفى الشوبير وهو بيزعق لريدا سليم في كرة من الكورات الخطرة جدا على النادي الاهلي وشوفتك تتكلم عليها مبارح اللقطة دي هنتكلم عليها مهمة جدا في حاجة مش مهم ان انت تبقى لعيب جامد قد ما مهم ان انت يبقى عندك وعي تكتيكي بالمكان وبالادوار اللي انت مفروض تعمل فيها طبعا نيجي نستعرض الحالة طبعا طبعا كولر عارف ان مازمبي كل لعبوا على الكورة العرضية فلما نيجي نبص على الحالة التانية فلما نيجي نبص عليها هتعرف على طول ان في مشكلة عند ريدا سليم هنا مازمبي كورة بتاعته المعتادة هيلعب الكورة اول ما الراجل هيلعب الكورة العالية اوز اقولك بقى بص هنا اول ما ساكن بولا تكتنزل شاف الدايرتين اللي هناك دول نرجع نرجع في ريم القابل ده ريدا سليم والباك لفت بتاع مازمبي مين سابق هنا كريم؟ ريدا سليم الكورة لما تنزل اول ما الكورة نزلت بص بقى مين دلوقتي بدأ يزبق الراجل بتاع مازمبي بدأ يزبق نكمل الكورة اللي بعدها فبعد كما مازمبي يخد الكورة وبدأ يجمع بص بقى فرق المسافة فتكسل ريدا سليم في التغطية بص بقى هنا محمد هاني مع الوينج بص بقى المساهم بدأ يكبر ازاي من راجل مرقص وسام أبو علي ورقص أحمد عبدالقادر الصورة اللي بعدها بص المسافة عمالة تكبر فراجل اول مرقص بقى محمد هاني معا اتنين محمد هاني اللي مظلومة على طول دايما الوينج اللي معا سواء في المنتخب اول اهلي ما بتضعيش معه بص بقى الريدا سليم فين كورة الوفر لما تلعبت خبطت فين فأحمد نبيل كوك اول بصك السورة اللي بعدها عطول كورة تخبط فوش شاحمد نبيل كوك فعملت بند فعليت جدا مصطفى الشوبير هنا حاجة عملها سمحاتش خد باله منه اول ما الكورة بدأت تنزل مصطفى الشوبير كان هطلع ياخدها شوف الفريم اللي بعده خد خطوة وبعد كده ام ايه بص الريدا سليم مش معنا في الكادراص امرجع تا بص مصطفى الشوبير خد خطوة لأن الموضوع صعب جدا انه يلحق الكورة فامرجع الخطوة التانية بيقول له ايه الفريم اللي بعده بيقول له انت مفروض طب هنا حتى انت بص بييده لو الفريم اللي قابله واللي بعده على طول وراه هتليه بيعمل له بييده كده قال له انت مفروض تكون مع الراجل لحد هنا تمسك الراجل لحد هنا تفاصيل صغيرة هاي تظلم مدير فني هاي لا محمول كبيرة جدا اه الله يا كريم لبس انت قلت حاجة حلوة انه مصطفى كمان عنده هو فاهم اللي بيحصل هو فاهم ليه اللي عيب ده وتجيه هنا لوحده طبعا انه شايف طبعا هو شايف كل حاجة على فكرة لا دور بقول انه يوجه زميله ودي ميزة جدا مصطفى الشابير مش جون كويس بس لأ عنده كمان الدور القيادي ده فابنتماني له التوفيق وبالمناسبة انا مش اعاوز الاشادة بمصطفى الشابير تبقى على طول لان الطبيعي حارس المرمى يبقى متقلق والطبيعي انه هو بيشيل اهداف يعني ايه تاني على اله اه ماشي معايا ديئة طيب ديئة بسرعة ضربة حرة ضربة حرة مباشرة ركلة ركنية في اول مباراة النادي الاهلي كانت ممكن تخلص المباراة بدري بدري في الديئة 41 ثانية النادي الاهلي هنا نرجع في ريم اللي قبله سريعا الاهلي لما بيجي يلعب الكورنر ده طبعا كل الناس عارفة محمد عبد المنع ما كريم لما تيجي انت تبص مازمبي عمل حاجة غريبة جدا مازمبي حاطط واحد اصاد علي معلول علشان الارتفاع بتاع الكورة وحط واحد على العرض القريبة بص على الارباعة بتاع النادي الاهلي مع الارباعة بتاع امازمبي بص على محمد عبد المنعهم ووسامة ابو علي هنا لما اجيه علي معلول يلعب الكورة هتلاقي محمد عبد المنع الفريم اللي بعده على طول محمد عبد المنعهم عاوز يتخلص من الرقابة ويروح على العرض القريبة ومين اللي عاوز يروح على العرض البعيدة ووسامة ابو علي فاول محمد عبد المنعهم اتحرك علي معلول ما لعبش الكرة فمحمد عبد المنقم شوح له بيقول له ما لعبش الكرة ليه فمحمد عبد المنقم دخل تاني في وسط الزحمة أول بقى معالي معلول يجي لعب الكرة نفس التحرك حصل بس أول هنا بقى جاء في لحظة عاوز أخريك على التمركزة بتاع تلعيب النادي لاي عارف أحمد عبدالقادر واقف هنا بيعمل ايه بيعمل بلوك للراجل اللي معاه عشان الراجل ما يقطعش على القريبة محمد عبد المنقم هروح يقطع على القريبة نكمل الفريم اللي بعده وسامة بوعلي هروح يقطع على البعيدة عمر السلاية سبق الراجل ووراق على طول رامي ربيعة عارف كل ده ليه عشان لو كرة عدت من الأولاني وعدت من التاني وعدت من التالت تروح للرابع اللي عمل عليه أحمد عبدالقادر بلوك طب لو كرة عملت باند تروح للراجل على الزاوية البعيدة خالص اللي هو سامة بوعلي فحنة انت لو بص بص بقى على الساهمين دول لعبة النادي اللي أهلي سابقة لعبة مازين بيعمل عليهم بلوك والراجل لما كرة بص بقى الفريم ده الدايرة الأولانية دي الراجل الكرة تقلش من دماغه كفريمل بعده كرة وصلت لوسامة أبو علي والجون فاضي بس حطاه وعش جدا الفريم الأخير هيوريك إنو وسامة أبو علي كان تقريباً لوحده قدام الجون فالنادي الأهلي كل عارف إن النادي الأهلي بيذاكر محمد عبد المنعم بس كمارس الكولر دايماً عنده الحل في الكورسة معلم حبيب يا كريم حوض شرفت ونورت واشكرك شكراً خليفة شرفت ونورت واشكرك شكراً جزيلاً دايماً الفكرة معاكم تبقى عظيمة شكراً جزيلاً ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشرة يا رب تكونوا استمتعتوا معنا أشوفكم يا رب على المحر